موسيقى بسعب خير مشاهدين العزاء في كل مكان بنرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من المشهد البرنامج الذي يأتي إليكم بصحبة زميل نشأة الديهي كلما جد جديد وكلما حدث حدث يستحق أن نجتمع من أجله مع كوكبة من المفكرين وصناع الرأي في مصر الحصل في الأيام القليلة الماضية كان يستحق مننا حلقة خاصة واستثنائية لكي نحلل ولكي نناقش ولكي نبحث عن الدروس فيما جرى وما جرى في الستة أيام الماضية أو السبعة أيام الماضية زي ما قلت أنا مبارح في برنامجي ربما يذكرني بعنوان لكتاب لكاتب أمريكي اشتراكي اسمه جون ريد كتبه لما قامت الثورة الشيوعية أو الثورة البلشفية في روسيا كتب كتاب بعنوان عشرة أيام هزت العالم احنا شهدنا سبعة أيام هزت العالم لا سيما ما حدث بالأمس من إنجاز كبير جدا في تعويم السفينة البنمية الجانحة التي كانت محطة انظار العالم كلها أيضا ما حدث اليوم عندما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن المشكلة التي أو الأزمة التي تؤرق جميع المصريين مشكلة أو أزمة سد النهضة عندما أجاب عن سؤال لزميلي نشأة أديه حول هذا الموضوع مسأخير عمر مسأخير كل سادة الضيوف والمشاهدين أعتقد أنه زي ما عمر بيقول أنه الوضع خلال الأيام الماضية ربما بين الرغبة الجامحة لدى العالم في جريان القناة وعودة القناة الملاحة بعدما حبس العالم أنفاس وكان يسيره على أطراف أصابعه خلال أيام ستة في اليوم السابع الحمد لله انفك عقدة هذه الباخرة من هذا المشهد إلى مشهد آخر راسخ في أزهان كل المصريين وهو متى يتم أيضا تحرر عقدة النهر وضمان واطمئنان المصريين لجريان النهر ما بين النهر والقناة كان الكثير من الأحاديث ربما ضيوفنا الليلة يجيبوا على الكثير من الأسئلة معنا في هذه الجلسة أو هذه الندوة الأستاذ الدكتور محمد ناصر الدين علام وزير راوي المورد المائية إلى أسبق أهلا بك الدكتور أهلا بك الدكتور سعد سفير هاني خلاث مساعد وزير خارجية الأسبق للشؤون العربية أهلا بك الدكتور أكرم سليمان عميد معهد تدريب المواني دكتور أكرم أهلا بك الدكتور عبد المنعم سعيد الكاتب والمفكر وعدوم أجل الشيوخ مشارفنا دكتور عبد المنعم الدكتور محمد عز العرب رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأرام للدراسات دكتور محمد مشارفنا أهلا بك الدكتور طيب يعني لو جاز لنا أن نختار الموضوع الأبرز أو الموضوع الافتتاحي للمشهد اليوم دكتور ناصر علام طبعا لابد أن نتطرق إلى إجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عن سؤال لزميلنا نشأت ديهي حول النيل حول شريان الحياة بالنسبة للمصريين حول أزمة سد النهضة التصريح الأقوى من نوعه ربما منذ أن بدأت هذه الأزمة التصريح الأقوى الذي نستمع إليه من الرئيس السيسي كانت تصريحا قويا ومتوازنا في نفس الوقت كيف استقبلت هذا التصريح مع الوزير الحقيقة كان مفاجئ كمان ما كانش منتظر أساسي أن الحدث كان حدث قلات سويس وعظمة المصريين في إدارة الأزمة فالرئيس الحقيقة استكمل هذا الأمر بإعطاء إجابة شافية للمصريين ولغير المصريين الحقيقة أنا كنت شايف في رسالة الرئيس ليست موجهة لدولة بذاتها ولكن موجهة لعالم أجمع أن ما يحدث تحدي كبير للشعب المصري والحياة المصريين ولأمن المصريين وأن الدولة لن تسمح بذلك على الإطلاق وأن الدولة هتشوف إيه إمكانياتها لمنع هذه الأزمة الحقيقة ونصح هذا الأمر أن مصر قادرة على أنها تعافز على هذا الأمر وأنها قادرة على الوصول لأماكن مختلفة ودي أنا أعتقد رسالة لناس كتيرة أول حاجة تطمن الشعب المصري تطمن أشقائنا برضو المحبين لمصر في نفس الوقت بتدي رسالة على بعض الرسائل السلبية اللي طلعة أن احنا هنملة لازم الملء الثاني أن أثيبية مش هتقدر أحسن تخسر أثيبية مش عارفة إيه وشوية الحاجات الحقيقة المتدولة حاليا سواء كان أصدها أصد حل سلمي بشكل أو بآخر ولكن ليس في صالح مصر أو أجواء غير مناسبة للتفاوض وتحقيق الأهداف المصرية والرئيس وصل إلى مقطة واحدة من حصة مصر تنقص غير محبول فأنا كنت سعيد جدا بهذا التصريح والحقيقة أنا كنت حاسس أن المئة مليون مصري أو المئة وخمسة مليون مصري بيتكلموا مع الرئيس في نفس الوقت وفي نفس المكان واللي أنا استغربت له جدا بعدها أدوات التواصل الاجتماعي ما فيش غير خبر واحد حديث الرئيس حتى فرحتنا الكبيرة جدا بقناة السويس واللي أنا بعتبرها الحقيقة عيد لكل مصري إنها بيبين إن المصري ما يبينش إلا في وقت الزنا صحيح بلد العظماء فتحلت بشكل كبير والشعب كان متشوق إلى سماع مستهز المفضل هليني أروح لدكتور عبد المعنى سعيد وإنجاز التعبير نقدر نقول فيه هناك دبلوماسية الخطوط الحمراء الرئيس قالها في سيد براني سيرة الجفرة خطة أحمر النهاردة بتكلم على برضه مياه النيل خطة أحمر الرئيس كان بيحذر وقال أنه لا يهدد وحذر المجتمع الدولي من مغبة تفجير وتفقيق المنطقة تقديرك لما جرى تأثير إيه دولة يعني طبعا كلمات رئيس الجمهورية مهمة وبتقاص الألفاظ بتاعتها بموازين معروفة دولية بدرجات مختلفة يعني هناك دائما في اللغة الدبلوماسية فرق ما بين ما هو تحذير وما هو تهديد وما هو إنذار إن مصر سوف تحافظ على حقوقها المائية بنقوله ده طول الوقت الموضوع ده حصل له إعلاء إلى مرحلة التحذير بإضافة عدد من الأمور أمر المهم فيه كان التحدي يعني اللي عايز يجرب يجرب إنه هو أضاف للموضوع أيضا ودي لرسالة للمجتمع الدولي إنه سوف يكون هناك نتائج كبيرة على الأمن الإقليمي وبالتالي الأمن الدولي فهو رفع درجة الحرارة بتاعت إن إحنا حنحافظ على حقوقنا المائية درجتين ثلاثة يلحظوا بشكل واضح من أطراف أخرى لكن بيظل يفتح الباب يعني لم يضيف دايما بقى لو أنت بتقول تهديد بتكون مصاحبه بكلمة الإقاب وإذا كنت تريد إنظار بتقول خلال فترة زمنية كذا بتعمل ألتميتم زي ما بيقوله فهنا الفروقات دي بتلاحظ واضح إنه دي درجة مرتفعة من الحديث لكن فيها أيضا فتح الأبواب المفاوضات إنه في مفاوضات سوف تجري قريبا إنه أيضا بيقول المجتمع الدولي المعني بالمنطقة والمعني بأسيوبيا والمعني بمصر ومنطقة القرن الإفريقي وكل دول إنه إحنا لن نترك في هذا الموضوع عشر سنوات أخرى يعني أعتقد دي الرسالة الحقيقية التي ينتظر إنها تبدأ في أن يكون لها أصداء وأنا بدعو دائما إلى إنه إحنا بناخد الموضل الأساسي اللي حصل في ليبيا أشرته إلى لما الرئيس قال خط أحمر سيدي براني صحيح سرت الجفرة قلت بالك سيدي براني كان ساعتها القوات المصرية موجودة صحيح ده جزء من مصداقية الكلام ثم بعد ذلك إزاي بقت نسج التعملية دولية فيها الاتحاد الأوروبي وفيها المغرب وفيها تونس وفيها الجزائر وفيها إحنا وفتح المفاوضات في الغرداء كل الكلام ده كان يعني زي ما بقوله مصدق يعني زي ما بتكلم على منصق كله مناسق بطريقة وصلتنا إلى أنه نقدر نقول أن الأزمة الليبية اللي كانت في هذا الوقت من العام الماضي على شفا صراع مصري تركي وصراع شرقي غربي داخل ليبيا إنها الآن يعني دخلت إلى تبريد المشهر تبريد المشهر نعم طيب يعني لو برضو رحت لسعارة السفير هاني خلاف يعني في الفترة الأخيرة ربما كان يلاحظ ارتفاع السقف أو خلينا نقول ارتفاع نبرة المسؤولين الأثيوبيين وهم يعني يتحدثون عن أنه نحن لا خلاص نحن هنملى الملء التاني في الوقت المحدد لموسم الأمطار اللي هو في شهر يوليو المقبل دور النظر لأي اعتبارات أخرى وتصدير خلينا نقول مظلومية كاذبة وغير حقيقية إلى العالم أنه احنا يعني من حقنا التنمية والمصريين يقفون أمام هذا الحق يعني تصور حضرتك ايه الآن للمشهد يعني كيف سيختلف إن كان سيختلف طبعا هل سيتعاطى الأثيوبيون بطريقة مختلفة مع المعطى الجديد أعتقد أستاذ عمر أن اللي أضاف اللي أضيف مؤخرا من لقاءات تمت في القاهرة ومن قبلها في السودان حول ترتيبات الخاصة بهذه الأزمة سيكون له أثر كبير جدا في شرحين أو في فهمنا لما تحدث به الرئيس النهاردة من ثبات الموقف المصري وتأكيده على أنه لا مساس بنقطة مياه واحدة من نهر النيل كانت لنا فيها حق أعتقد اللقاءات اللي تمت مع المبعوث الأمريكي والمبعوث الأوروبي وفي نفس الوقت الترتيبات اللي سبقت ذلك في السودان تعني أنه موقفنا بيقوى وبيوصل لنا رسائل أو بتوصل لنا نواية أو مشروعات عمل يمكن أن تفتح الطريق في مرحلة ما أمام بريك ثرو للتفاوض أو للحل السلمي أو أنه بنقوى بأن معنا أيضا أطراف أخرى بدأت تتفهم حقوقنا المائية وبدأت تتفهم وتتعاطف مع موقفنا وده طبعا سعد سفير يعني مش مصادفة أنه كل المحادثات الهاتفية اللي جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة الأخيرة سواء كانت المحادثة الأخيرة مع جون ماكرو ماكرو إيمانويل ماكرو رئيس الفرنسي مع بوريس جونسون قبلها كاميوم رئيس وزراء بريطانيا أيضا تركزت حول هذا الموضوع وكأننا بنحاول أننا نخاطب الرأي العام الدولي أن يا جماعة المسألة فعلا مش هزار هو جد تطور الحقيقي اللي أنا شايفه أيضا في معالجاتنا للأزمات سواء كانت أزمة أفر جبن أو أزمة سد النهضة أننا أصبحنا أكثر قدرة على مواجهة العالم بالحقائق اتنين التعامل بالمنطق العقلاني الكافي لإقناع العالم بما لم يكنوا يقتنعوا به من قبل إذا تمسكنا بشعارات جوفاء أو بعبارات رنانة فمراه للدكتور محمد عز العرب وزي ما دكتور عبد المنم قال أنه المشهد الليبي لا يخفى عن المشهد الحالي وما جرى من تحذيرات واضحة ورسم خطوط حمراء واضحة ربما نجحنا في تعويم السفينة مملوكة مملوكة كان أيضا بيمثل انتصار الرئيس النهاردة كان بيتكلم في موقف المنتصر بيقول للعالم إحنا فتحنا القناة الملاحة بيقول للناس نفس الطمعين والطمحين في طرق بديلة احنا احنا قادرين نطور كل واحد يعمل اللي هو عايزه لن نكبل أحلام الآخرين لكن في نفس التوقيت احنا عارفين بنعمل ايه اعتقد نبرة الرئيس في سيرت في ليبيا عن ليبيا نبرة الرئيس المنتصر في تحرير القناة ربما اعطى زخم لتصريحاته الموجهة لشركائنا في اتيوبيا كيف تنظر الى ترتيب البيت من الداخل انجاز التعبير ووصولا لهذه التصريحات مش عايز اقول عنيفة ولكنها الدقيقة الحاسمة بسيد رئيسنا يعني مش هنفصل مش هنقدر نفصل اي تحرقات بالنسبة للدولة في الخارج الا في ظل الصياق وترتيب للبيت من الداخل يعني فيش دولة تقدر ان هي تبقى عندها قوة عسكرية يعني القوة الشاملة للدولة بتقدر من مؤشرات مختلفة ليه هذه القوة وبالتالي التحرك الخارجي المصري لا يمكن فصله عن السبات المصري من الداخل خاصة وان عندما سؤل الرئيس في بداية ولايته الاولى ما هو هدف سيادة الرئيس من خلال هذه الفترة الاولى كانت اجابته خمس كلمات رأسية الحفاظ على بقاء الدولة المصرية هذا اذا كان حال الفترة الولاية الاولى لكن بعد عامين من الولاية التانية كان التحول من فكرة البقاء الى تطوير وتنمية وعنوارا الداخل المصري بشكل كبير نظرا لان التهديدات الخارجية مرتبطة بالوضع الداخلي بشكل كبير يعني اما تيجي تشوف حاليا كل خطوط الخطوط الاستراتيجية من الاتجاهات المختلفة من الشرق او من الغرب او من الجنوب فيها مشكلات بدرجة كبيرة سواء بالنسبة للجوار او حتى بالنسبة لجوار الجوار فكان من الطبيعي بالنسبة لأزمة زي ليبيا كما تفضل الدكتور عبداليم كانت ليبيا ما نتكلمش على خطوط حدود تمتد من 1200 1300 كيلو بقدر ما هي مرتبطة بتداخل مجتمعي مصر ديبي اصبحت احد مصادر التهديد للامن القومي لدولة اقليمية ما في احد الفترات اصبحت بالجوارنا وبالتالي كان الرسالة الاساسية من جانب سيادة الرئيس اللي انعكست في فكرة اعلان القاهرة في منتصف العام الماضي تقدر تشوف الوضع كمتأزم منذ عام عامل ازاي وبدأ على الاقل حتى هذه اللحظة يتجه الى التسكين المؤقت او على الاقل الاستدارة المصرية للتعامل مع مختلف الاطراف في ليبي هذا اذا كان الوضع يرتبط بالازمة الليبية لكن في نفس الوقت من الانش ننسى في هذا الصياق الحرب اللي بتواجهها مصر على الارهاب في ناحية الحدود الشرقية ويتوازى معها ايضا التهديد اللي بتشكله الثاني لكن انا عايز اقوله في الصياق ده في سؤال حردق الرابط بين الداخل والخارج ربما الرسالة اللي توصل لأسيوب من هذه الرسالة ان مصر في 2011 غير مصر 2021 مصر لم تعد دولة مستباحة مثلما كان يتصور خلال فترة الارتباك لشهرته مؤسسات الدولة المصرية مصر دلوقتي عملية انعاش للدولة المصرية بدرجة كبيرة تعامل مع الازمات وربما الرسالة من تجاوز ازمة قناة السويس وتوجيه رسالة لأسيوب يعني جملة من ثلاث كلمات الاسرار على الانتصار الاسرار على الانتصار وده فعلا اللي تحقق يمكن دكتور اكرم مبارح بعد ايام عصيبة عشناها كمصرين وعشها العالم وعشها الاقتصاد العالمي ايضا وطبعا المقصود يعني قضية تعويم السفينة هل هذا هذا الحدث الكبير الجلل اللي احنا عشناه وعاشه العالم ليه دروس ويا ترى ايه هي اهم هذه الدروس الحقيقة طبعا يعني يمكن الدروس المستفادة وتنعكس على الحوار اللي انا سمعته النهاردة دلوقتي يعني هو الحقيقة الصاروة الكبيرة اللي احنا بنملكها وهي العقول يعني هي ادارة الازمة طبعا الازمة يعني الحمدلله عادت بخير وقناة عادت لمعجرها يعني والصفان بدلوقتي بتتحرك أثناء حتى المؤتمر الصحفي بقامة الرئيس ولكن الازمة كانت ازمة رحية كبيرة احنا يعني اعتقد حدثة فريدة عن مستوى العالم بنتكلم على مركب مركب يمكن اثنين او ثلاث عن مستوى العالم بالحجم ده بتتحرك وبتقفل القناة طولها بعمل متر اللي بتحرك القناة بالكامل المؤخرة والمقدمة داخله في جوانب القناة المركب ارتفحها اثنين وخمسين متر يعني يعني جبل فوق المية عوام جوية باش مساعدة في الحقيقة ادارة الازمة تمت باستخدام العقول المصرية وهو هنا الجديد يعني ادارة الازمة في الحقيقة الادارة كانت هادية جدا جدا كان في خطط وخطط بديلة ومشين خطوة خطوة ويعني وتخطيط واضح خطة واضحة ومشين خطوة خطوة لو ركب تقول ان الادارة كانت هادية ورقم انه كان في طبعا اصوات دولية وخبراء كانوا بيتكلموا انه المسألة ممكن تاخد عدة اسابيع الى عدة اشهر ودي حقي على فكرة يعني الواقع بيقول ان هذه هذه يعني الازمة الكبيرة تاخد وقت اغلب كتب كتير عشان كده احنا يجب ان نتفائل ونفرح ونصق في قدراتنا احنا النهاردة عملنا عجاز المختصين شايفين انهم مكانوا اشياء في هذا المدة عشان كده احنا ادارة هادية دي نقطة موى جدا ادارة هادية ورايس نهاردة اتكلم على ادارة هادية وبتكلم الفريق بيقول يعني الناس انه لم ارد انه اوطروا فكنت عارف انه فيه ازمة ادارة الازمة محتاجة ان احنا نبقى عندنا صبر شديد جدا في ظل الضغوط الدولي بالضبط ومنها يمكن يشوف احاك ان الامور مرتبطة جدا ببعض قناة سويس مرتبطة بسد النعم لانها برضو نفس الادارة الهادية ادارة الازمة بشكل هادي احنا عندنا ادوات اللي يمكن درس مساعدة الاهم ان قناة سويس الحقيقة ممر ملاحي هام وليس له منافس حتى الان بدليل واحد فقط احنا كان عندنا يوميا السفن اللي في انتظار بتزيد لغاية لما وصلنا فوق 400 سفينة مفيش ولا مركب ولا سفينة قررت تغير اتجاه رغم ان كل المؤشرات الموضوع هياخد وطر اطول وما كده ديال على تفرد خناة السويس صحيح اونا ثقة في ادارة مصر للازمة ثقة في قدرات مصر وهنا قدرات العقلية تصرب للزيت والوقود تحافظ على سلامة الناس البشر الموجودين جوه المركب تحافظ على المراكب اللي وقفة وطللها الامداد يعني الدولة كلها بتحلقت في ادارة الازمة بشكل هادي جدا وحطينا اختيار التوقيت اللي تم فيه يعني محاولة تحريك السفينة في اعلى مد بحيث ان انا اساعد العوامل الجوية العوامل يعني احتمال لو ما نجحتش هنعمل الخطوة البعدي اللي هي تقليل الحمولة اللي هي اللي هي تاخد وقت سريل الاصعب والحقيقة يعني قناة سويس ليس لها بديل قناة سويس والنقطة المهمة الحقيقة ان الهيئة عندها كوادر عندها ادارات بتدرس كل الطرق البديلة والمنافسة وحنا الحمد لله التعميق دروس بقى احنا لو ما كانش القناة الجديدة تمت كان الوضع هيصبح اصعب يعني اشهد صعوبة احنا عدنا ربعمائة وعشرين سفينة او اكتر يعني خلال ساعات دقيقة كلها عدد نتيجة القناة الجديدة قللت من ورور بتاع صفر من 11 ساعة لثلاث ساعات في التعميق والتحديث وده اشار عن النهاردة في خامة الرئيس المعدات احنا بنملك معدات قوية سواء كانت قاطرات او للتخريك قبل ما تروح بس لسؤالك تاني انا عايز بس يعني فعلا كلمة حقه تقال في تنظيم المؤتمر الصحفي للسيد الرئيس النهاردة اختيار المكان كان شيء رائع وانت كنت موجود هناك يعني اختيار المكان والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بيتكلم وبيعلن انه الازمة انتهت والسفن متعدي وتعمل تحية كانت المشهد رائع جدا تحية لكل من يعني فكر في تنظيم هذا المؤتمر في هذا المكان بالذات مع الوزير يوم 2 ابريل بيمر عشر سنوات على وضع حجر اساس في صد النهضة والاثيوبين في هذا العام لانه عشر سنوات احتفالات مهولة جدا حزبية وسياسية وحتى في الاخر حولوها الى احتفالات دينية داخل الاثيوبيا وشوفنا رئيس المجلس اعلى الشهود الاسلامية في اثيوبيا وهو بيدغط المشاعر المسلمين بيقول انه الشرع ما بيقولش هذا الكلام ودخل كمدخل جديد في المعادلة بتاعة المفوضات في نفس التوقيت الجاليات الاثيوبية في الخارج عملية ضغط شديد جدا وفي تحركات اثيوبية على مستوى جمعي ربما الخروج من مقازق داخلية وخلافات مع تجري وخلافات من القروم والامهرة وكما تعلم محضر الخريطة يعني طيب احنا انا اسف جدا مع الوزير قبل وانك الفريق مواب ماميش معنا على التلفون معالي الفريق مساء الخير مساء الخير مساء الخير يعني كل سنة وحضرك طيب والنهاردة بنتذكر الفريق مواب ماميش ويعني النهاردة صنع يديك كان موجود في قناة السويس وسيرتك العطرة موجودة في قناة السويس والنهاردة كنا في مشهد يعني اقرب الى المشاهد يعني التي لن تخرج من ذاكرة الامة كيف لنا ان قام هذا الفريق المحترف زي ما يقول الدكتور اكرم سليمان في القناة بتحرير هذه السفينة وتحرية العالم من مصر انه نحن قادرون تعليقك على كل ما جار في هذه الملحمة البطولية التي استمرت ستة ايام وفي اليوم السابع يعني تنفس العالم السعداء طمعا الحمد لله وانا بزعمة ربك فحدث النوقف ده حصل على اخيان يعني يحسن من اداء قناة السويس حاجة تانية يدي سير على من كل قناة السويس قادرة على التعامل مع الاجيال القادمة من الصفن العذق وقناة السويس امنة كل الامان وفيها قدرات انقاذ على اعلى مستوى الحدث دي كانت صعبة جدا انا شدي المركب شفت ممكن شفت المركب يعني حاجبها عامل ازاي تمام وفيها تسعتاشر الف حوية ويحمون فالتين اربعة وعشرين الف طن ولغا تفتحها واحد وخمسين ادم حاجة جبارة يعني لك انشاء قدر ما هي يتعبى فيها الريح ويجب ده لازم ناخد باله من من المسطحات الحديدية لان ما تجبر اوي كده الريح بيصد فيها ممكن جدا يأثر على خط سير السفيرة السفيرة فعلا لفت ودخلت في البنك القناة والبنك عبارة عن صخر وطوب ولادنا ودخل بسرعة 12 عقدة جوه عمليها فهم جيد ده احنا هنعمل استخدم العلم اللي تعلمنا قدرتنا تمام خلاية الماد وجه تحت المنطقة تاولات البحرية اللي موجودة في المطقة السفينة وتحت السفينة نوع التربة اللي موجودة فيها السفينة خطة الانخاص تكون زي واحد وعندين خطة واحدة ثلاث خطط هتشوف بقى هديه مصر علمت ولادها وكل اشتغل بالعلم برج انا كنت مع عمري بيها عجيب بيها يوم الماركت وكان العلان جيد قلتون ماركت وحطت لها النهاردة قال لي قلتون وحطت لها النهاردة لو اتخار كان ممكن ببقى كتير قوي كمان ان كل حاجة محسوبة وفعلا طلعت ساعة اربع ونص كنا اربع ونص اربع ونص بالضبط طلعت انا بقولي الكلام دا ليه يعني عايز الفي سالة خدوا بالكم احنا هنا في مصر بنشتخدم اسلوب العلمي الحديث في اعمال الانقاذ والقطر الاوة على ان خناة السويس صدار باسلوب علمي ومن مشهدين اجفاء جدا ومن موظفين اجفاء جدا ومن عمال اجفاء جدا ومن موظفين اجفاء جدا فهي يعني ايقونا في مصر خناة السويس ووبوتشت رئيس المعرضة في خناة السويس دا رسالة يعني يقول ان هنا في المكان دا في علم وفي وجولة وفي وطنية فا احنا سوعدها جدا بوجود سيادته بيننا النهاردة ويجي ساند حب وتقدير منه اللي عاملين في خناة السويس وساند استخراج المركب بيننا للشح يبرض بساند حب وتقدير بيننا دا مصر وللمصريين وللعلم اجفاء كانت ملحمة اللي سبوائي فات كلها وما سمعت الش صوت واحد كله بيشتغل صبح وليل مصر هم دول المصريين هم دول يعني ابناء الفراعنة هم دول اللي بيحموا مصر ويحموا حدود مصر ويحموا قناة مصر وقناة كسبة في هذا الموضوع سمعة رائعة يعني النهاردة عدد السفن اللي حيمر في قناة حيزيد بالفترة اللي جاية ان شاء الله بالاستفاع درجة بالثقة بالمرور في قناة السوس اللي هو على كده بفعل الدول لما تقفر في قناة السوس كله كان بيلف يعني سوريا حوالي نفسه حس ان هو ايه حيتخنق من قناة السوس دي شريان الحياة الكزارة العالمية الحمد لله ربنا مصر ربنا اكرم ويكاتب ان هي خالصة لله والوطن اه اه بجيش كورسات رئيس على التهنية بتاعته شكر جزير جدا جدا ويكون ولقناة السوس العالمية شرف وتاريخ لقناة السوس طيب يعني انا بحييك انا من جهتي ست الفريق اولا مساء الخير انا عمرو عبد الحميد و اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك وحضرتك بتتكلم وبتنستعيد تصريحاتك لما كنت بتقول انه السفينة هيتم تعويمها بكرة والأيام اللي مرت علينا وشفنا تقارير اه اجنبية و اه يعني دول بدأت انها تحاول انها يعني تصطاد في الماء العكر زي ما بيقولوا اه يتكلموا عن طرق بديلة يتكلموا عن انه امد الازمة سيطول وستستمر لعدة اسابيع وعدة اشهر هزا الكلام كله انتم كنتم يعني كيف استقبلتموه والله 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 ما هزلش عارفين اه زي ما بقولوا حضرتك احنا احنا عارفين بنعمل ايه وانت وفين وازاي وانا بجعت الكلامي مع حضرتك ومع حضرتك ان مصر علمتنا اه احنا اشتغلنا والعلم انتعلمنا بلدنا حول حضرتك كمان كتب نعم وطبعا يعني اه تفاني في الاداء الجميع اللي عملين في الحياة الحمد لله الحمد لله سيد الفريق مهمميش مستشار رئيس الجمهورية الف شكر ومبروك مرة اخرى اه هذه الملحمة التي جرت في قناة سويس اه نرجع ومن القناة الى السد ومن القناة الى السد والقضية مرتبطة اعتقد اليوم التين ابريل في احتفالات كيف لنا ان نتعامل مع هذا المشكل هو في حاجة بالنسبة بسرائق قناة سويس لما احنا كنا زمان بن تعاين مؤادين كان فيه ناس مرتبط الشرف يختاروا منهم جزء الاول يعينهم مؤادين بعد كده الشريحة التانية هي قناة سويس يعني دي كان يعني فيها عقول نخبة من العقوب ده فيها فيها جماعة انا عرفهم على اعلى مستوى المتعلمين في اعلى جماعات في العالم يعني فهي قناة سويس دي فخر المصر حقيقة اولا زخيرة هائلة من العقول وبعد شباب زي الفل وزي الورد وانا الحقيقة قابلت ناس كتير وفي زميل واحبائي هناك شخصيات عظيمة يعني بالنسبة للاحتفال اثيوبيا وبنسبة تصرحات اثيوبيا وبنسبة الشبكات الالكترونية الاثيوبية في الخارج الهدف الاول ليهم هو داخلي لا وخارجي برضو ارساء قاعدة ان الامر انتهى فرض امر الواقع فرض امر الواقع لا يملككم الا يعني الفرصة اللي قدامكم ان انت اقبل امر الواقع وما فيش دقاءة تقوة مع اثيوبيا عشان ما يكونش العقاب كبير يعني هم بيقولوا كده اه يعني بشكل او باخر بلغة او باخر يعني ده الحقيقة اللي هم شغالين بي بر وشغالين بي برضو مع حلفائهم وفي دول كتيرة بتسندهم المخطط السود ده قديم وشارك فيه ناس كتيرة او من الخارج من الغرب يعني فده الحقيقة كانت رسالة الرسالة التانية في اثيوبيا من الداخل انتخابات قادمة بيقوه جبهة الحاكمة بيقولوا اللي احنا ماشيين زي ما احنا عايزين ان احنا ماشينا مصر والسودان عشر سنوات من النفاوضات لم يحققوا اي شيء وفي الاخر اللي احنا عايزين وهو اللي صار ومشكلة وبس ووصلناهمش لأي اتفاق ومش هيوصلهم ده بالنسبة لهم انتصار في رأيهم الشخصي بحيث ان يخلي ان الشعب يمشوا وراهم على اساس ان مصر والسودان ما يخدوش منهم حق ولا باطل لما كان فيه مفاجآت الادارة المصرية عملت مفاجآت الحقيقة قوية في السنة اللي فاتت دي اول حاجة التحالف المصر السودان وده تحالف على حق للمحاولة وتحالف اجباري برضو اه لا للطرفين يعني للطرفين بس هم في محاولات دلوقتي اللي دربوا اه وحاولوا والغادي دلوقتي مستمر ويمكن برضو الرئيس تصريعاته جدفه وتوقيت مناسب لناحية الموضوع ده ايه ان تحالف مصلحة ان النهاردة السودان اولا السودان في خطر شديد جدا من ناحية خطر خطر على حياة الناس انه ممكن يحصل فيه في ادارات عالية سواء كب مقصودة او غير اه مدارة ادارة جيدة يضيع ناس كتير جدا يهد يهد السود السودان بتاعتهم بالكامل بالكامل اللي عنين الازرق واللي عنين المتحكم في كل السودان يعني المية حسب المية تطلع فممكن اوي انه يتفع على كل حاجة وبعد الملء التاني اي كمية ما هي يبوش السود دي كلها فالامر الحقيقة انا تيالي بين قدام السودان انه لو ما فيش اتفاق شامل يحدد اسيوبيا هتتصرف ازاي ويولزمها كمان اه ومشكلة بس وقوبات وتعودات في ناس في السودان الحقيقة برضو حريصة جدا هذا الامر تلاقي كلمة تعودات ما بتجيش على سال نعمة انها مع السودانيين ليه لانه ممكن الضمار يبقى هائل احنا عندنا المشكلة يبقى ناقص مية يقصر على حياتنا اه انما النسبة للسودان لا ضمار فاصبح النهاردة عندهم هو ضمار عجل هو ضمار مؤجل برضو الضابط يا فقد ضويل طويل المادة والقصير المادة فان اصبح النهاردة السودان فاهم تماما العملية مش حكاية ملء تاني ده العملية لازم اتفاق قانوني ملزم ويكون كمان مصاحب اقوبات اقوبات اللي هي تعودات على اي دامج يحصل لان اي دامج بسد اه نعم فالامر ده كان جيدة وهو ده حاليا دلوقتي بحاول يضربوه باي طريقة باي طريقة يعني حتى استغلال دول حتى مش يعني والكلام الاعلامي نحن يا سودان اخذ البيانات انت عايزها نحن اديك البيانات اللي احنا عايزها ويطلع بقى بعد كده مسئول سوداني يقولك لا ما هو ده عناش باي بيانات ده كلام اثناء مفاوضات فهم بيحاولوا ان هم يكسروا الكلام ده وبيحاولوا ان هم يستفردوا بسودان او يستفردوا بمصر وبعد كده يفردوا كلمتهم زائد المشكلة الحردية كمان استعابة الامر بشدة زائد وقوف مصر مع سودان في هذا الامر وده وقوف حتى تبع الجام الدول العربية تبع الدفاع المشترك فالامر صعب عليهم ولكن هم مستمرين في الدعاية والدعاية يعني كمان ليست على المستوى السياسي يعني فيها شخصانة شوية فيها هجوم على اشخاص فيها كلام مسيء لمصر وقيادتها ف ولكن مصر حقيقة يعني مستمر على النهجها الدبلوماسي العالي المخبط دور كلها على اعلى مستوى حتى كلمة الرئيس النهاردة برغم عمقه الشديد ان افتخيولي انا يعني فيها عمق شديد مش معكوس بشكل كبير انما برغم كده كلمة مخذبة موجهة توجيه جيد مش موجه لدولة معينة قائد بيدافع عن حقوق بلاد شعبه يعني ما تقلقش الحقيقة لان الشعب المصري النهاردة رد فعله اللي اختب الرئيس يبين ان انت عندك 65 مليون مواطن 105 مليون مواطن قاعدين كده صحيح صحيح عايز كنت اسأل معالي الوزير سؤال صغير هل حضرتك شايف ان الترتيبات اللي مصر بتعملها لتقاسم الادوار وتحضير المهام مع الاطراف الافريقية الاخرى المحيطة بالمنطقة كاشفة عن شيء معين او بتحمل افاق معينة ولا دي فقط لمجرد شرح موقف نحن فقط لا والحقيقة فيه التحرك طبعا نشط جدا الخارجية ونسبة سؤال ساعة السفير ولا لا مش ليس بس على مستوى الافريقي ولكن على مستوى الاوروبي مستوى الافريقي افريقي الناس لما تلاقي كونغو رئيس كونغو جايلك هنا اللي هو رئيس الاتحاد الافريقي ايه ولما تلاقي رئيس بروندي مثلا هي العملية كلها دي ايه كمان احنا كلنا في امتداد قضية اسمها عنتيبي اثيوبيا فشلت فيها فبتحاول تلفزها عن طريق السد نعم فكل ردود المصرية حاليا دهوقتي بيرجع انها انتبي مش جاية انتبي مش هتتنفذ فده بيقيد ايادي كثيرة لانه مش اثيوبيا لوحدها فيه اطماع كثيرة من دور اخرى هدفا فيه موطسة المياه المصرية نعم طيب ناخد فاصل قصير ونرجع نستكمل المشهد عن اهم مجرى خلال الايام الماضية في مصر مرحب بحضراتكم من جديد في المشهد برنامجنا غير الدوري الذي يأتي اليكم كل ما جد جديد يستحق في مصر في المشهد المصري وما جرى في الايام القليلة الماضية كما ذكرنا يستحق وزيادة كمان خلوني ارحب بضيف عزيز انضملنا في المشهد النهاردة دكتور فخري الفئي الخبير الاقتصادي المعروف ورئيس لجنة القطة والموازنة في مجلس النواب اهلا بحضرتك دكتور فخري وطبعا بعيد الترحيب بضيفنا الاعزاء دكتور محمد نصر الدين علام دكتور عبدالعلم سعيد السفير هاني خلاف دكتور اكرم سليمان ودكتور محمد عز العرب اهلا وسهلا بحضرتكم جميعا دكتور فخري طبعا تابعت ما يجري خلال الايام السيدة الماضية واليوم السابع تحرير المركب والمؤتمر الصحفي لسيد الرئيس اليوم واحنا بنتكلم من اعلى نقطة في المشهد جماهريا كانت تصريحات الرئيس حول سد النهضة كيف قرأتها وحقيقة يعني كلمة السيد الرئيس عفتاح السيسي كانت شاملة وجامعة فيما يتعلق بيعني ادارة ازمة السفينة الجانحة في قناة سويس ثم يعني تطرق الى يعني سد النهضة وانه ده معناها انه يعني المساس باي نقطة نقطة مياه لمصر تعتبر خط احمر فده المفروض ان هي كمان تأخذ بي يعني بجدية شديدة بالاضافة الى انه اشار الى ان المفاوضات بين مصر والسودان واتيوبيا هي المعرك وانه المجتمع الدولي مع الحق وايضا مع القوانين الدولية فاعتقد انه الرئيس عفتاح السيسي عندما يتحدث يتحدث بعقلانية شديدة سمحني مجتمع الدولي مع الحق ومع القانون العبارة دي بنقصير مش عجباني انا بشكل شخصي شايف ان المجتمع الدولي لا يحترم الحق والقانون فحاجة كتير جدك وانما يحترم القوة وتفاعلات اخرى ومصالح ربما طبعا هو عندما يتحدث يتحدث من منطلق قوة ان انت لديك يعني مؤسسة عسكرية عريقة وجيش قوي في هذه الحالة وانه انت يعني الجيش المصري يعني تصنيفه وترتيبه يعني في المقدمة والكل يعلم هذا عندما يتحدث يتحدث من منطلق يعني قوة مصر وانه هو المؤسسة العسكرية والاقتصاد بتاعك كمان اقتصادك يعني قدرت ان انت تعزز صلابة الاقتصاد المصري وانه اصبح اكثر مرونة فبالتالي يستطيع انه هو يعني يواجه الازمات التي يتعرض لها يكفي الاشارة الى انه يعني اقتصادك بعد برنامج اصلاح اقتصادي قوي قدر انه هو يزيد صلابة اقتصادك بدرجة انك في جائحة فيروس كورونا يعني الاقتصادات يعني عديد من الاقتصادات المشابهة لمصر تراجعت وانه معدلات النمو فيها بالسالم انت تباطأت في معدلات النمو نتيجة جائحة فيروس كورونا ولكن بتلاتة يعني بدل ما كنت بتستهدف خمسة وتسعة من عشرة في المية يعني تقريبا ستة في المية اقتصادك يعني تباطأ يعني ده شيء طبيعي في ظل فيروس كورونا الى تلاتة وستة من عشرة في السنة المالية اللي انتهت في يونيو اللي فات متوقعين السنة دي انه يكون في حدود تلاتة في المية طبعا ده كله لان احنا في السنة اللي فاتت كان ربعها كورونا صحيح اللي هي مزبوط يا فاندل صحيح لكن السنة دي كلها كورونا اللي هي عشرين واحد وعشرين وبالتالي في هذه الحالة عندما تحقق معدل نمو ايجابي تلاتة في المية كل ده بيشير الى انك اقتصادك قوي قواتك المسلحة قوية انت كمان يعني فيه اتزان في السياسة الخارجية المصرية ما فيش استعداء لما نسميها بالدول المجاورة الوضع النهاردة بالنسبة الوضع في ليبيا افضل مما كنا عليه صحيح الوضع في السودان افضل مما كان سابقا صحيح وبالتالي في هذه الحالة يعني انت مع المجتمع الدولي طبعا هنا المجتمع الدولي يريد ان يتفهم والمصالح هي التي تحكم انا افتكر يعني اتذكر لما كنت فيه مساعد مدير تنفيذي في مجلس ادارة الصندوق الناد الدولي كنت بشوف الاربع واشرين مدير تنفيذي اللي بيمثله مئة وتسعين دولة اللي بيهيمن على صنع القرار في مجلس الادارة اللي هم الاربع واشرين مدير تنفيذي هم الخمسة الكبار اللي هو امريكا وانجلترا وفرنسا والمانيا واليابان فده حقيقة معروفة بس بنرجع مرة تانية بنقول انه لما مصر كان بتتقدم بيعني طلب الحصول على تمويل لبرنامج اصلاح اقتصادي كنا يعني عارفين هذه المسائل وانه في هذه الحال المصالح التي تحكم نعم واعتقد ان احنا استطعنا ان نحصل على الدعم دعم كثير من المؤسسات المالية الدولية سواء كان صندوق النقد الدولي او البنك الدولي او البنك الاوروبي اللي عادت الاعمار والتنمية او كان البنك الافريقي للتنمية كل المؤسسات في هذه الحالة برضو بتهيمن عليها المصالح في هذه الحالة فإدارة الملف اي ملف بالنسبة للمصر اقتصادي او فيما تعلق بيعني المياه في هذه الحالة تدار بحرفية شديدة وبشكل يحقق مصالح مصر والدول اللي هي المجاورة داتا المصالح مع مصر في هذه الحالة طيب ونحن نتكلم عن المجتمع الدولي ومواقف الدول النهاردة يعني الكل فصر الرسائل القوية التي ارسلها الرئيس عبدالفتاح السيسي النهاردة الى انها لم ترسل فقط الى الطرف الاثيوبي ولكن ارسلت الى كل الاطراف المعنية بالاستقرار في هذه المنطقة قبل ما نروح للدكتور عبد منعن سعيد خلونا نتذكر تصريح شهير للرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب قاله في اكتوبر 24 اكتوبر اعتقد 24 اكتوبر 2020 حوالين سد النهضة نتذكر كيف كان موقف البيت الابيض في ذلك الحين للأسف اثيوبيا خرجت من الاتفاق وما كان يجب عليهم ذلك كان خطأا كبيرا نحن اوقفنا الدفع لهم في كثير من المساعدات لانهم فعلوا ذلك ولن يروا هذه الاموال ما لم يلتزموا بالاتفاق لانني وضعت اتفاقا ثم خرجوا من الاتفاق لا يمكنهم عمل ذلك الاتفاق اكتمل وهناك موقف خطير جدا لان مصر لن تكون قادرة على العيش بهذه الطريقة وسينتهي بهم الامر بان ينسف السد قلتها وسأقولها علانية وبوضوح سينسفون ذلك السد وعليهم ان يفعلوا شيئا لذا وان كان ما تفعله من اجل مجيئهم عليهم ان يفعلوا ذلك اوقفنا كل الدفع وغيره الى اثيوبيا كنا جميعا جالسين لتوقيع اتفاق جرى التفاوض لخمس سنوات واكثر من ذلك ولم يتمكنوا من عقد اتفاق وانا انجزت الاتفاق وكانوا يستعدون للتوقيع لكنهم خرجوا من الاتفاق وهو ليس جيدا رئيس الامريكي دونالد ترامب في اكتوبر 2020 ده كان تصريح مهم وخطير واستخدم فيه مصطلحات زي مثلا ضرب السد كنا اول مرة نسمع هذا المصطلح من رئيس دولة عظمى زي الولايات المتحدة الامريكية النهاردة الرئيس عبدالفتاح السيسي بيكرر او بيتحدث بطريقة مغايرة عن الحديث في السنوات الماضية يعني هناك رغبة في ان يصل الشعور بالخطر الشعور المصري بالخطر وبالقلق الشديد من نقص حصة مصر في المياه الى الجميع بما فيها المجتمع الدولي كيف هل ترى ربط بين الامرين او بين التصريحين دكتور ابن عمي لا يعني هو طبعا تصريح اللي قاله ترامب مفيد انما انا عايز ان احنا لا ننسى ابدا المعادلة الرئيسية للعمل السياسي والديبلوماسي على مصر المعادلة الرئيسية هي في الحقيقة الحفاظ على اسيوبيا والحفاظ على حقوق مصر المائي وكلام الرئيس النهاردة انه العداء لما بيحصل عند مرحلة معينة الشعوب ما بتنساش ولن يكون في مصلحة مصر وكثير من المناطق ان دولة مثل اسيوبيا تتفكك يعني هو المظاهرات اللي احنا بنشوفها دي دي موجودة من نخبة حزبية سياسية حوالين ابيع وعندها مشروع معين بالنسبة الاسيوبيا ان تخلق منها دولة قومية مثل الدول قومية اخرى الحقيقة على الارض مش كده الحقيقة على الارض ان الامهارة هم اللي عملوا اسيوبيا كقومية خاصة وكانوا هم المكونين للجيش الاسيوبي ثم بعد كده من 74 التجري والان هو يحاول وهو جاي من الامور وكذا وطبعا هم عارفين في الاوجادين جماعة اخرى غير جماعات صغيرة يعني قريب جدا ابتدى يعترف انه حصلت مذابح في التجري انه هو دعا قوة اجنبية اللي هي الاريتري علشان تساعدوا في هذه الاعمال الكبيرة اللي فيها كثير من المزابح وفيها كثير من الاقتصاب وكثير من الجرائم الكبيرة ما نراه هو ليس مظهر قوة في اسيوبيا لكنها تحاول من قضية السد ان تخلق منها قضية قومية لجميع القوميات بينما برضو ما نرجع للجغرافية الاسيوبية هو في مناطق كثيرة من اسيوبيا مكتفى مائيا ولا تأخذ من ماء النيل وانما تأخذ من الوان بوينت سكس بليون كويبوك ميتر بينزلوا على اسيوبيا انما فهنا التعامل المناصري عامل زي ما نكون بنتكلم على عملية جراحية في المخ يعني بمعنى انك انت لو ملي زيادة النحية دي ممكن تعمل دامج معي هنا انت بتبني ارصيدة زي مساعدة الوزير تكلم عن السودان بتعمل ارصيدة مع المجتمع الدولي صبرك رصيد لكن في نفس الوقت بتبقى في القضايا اللي هي لها علاقة بموضوع المياه بتاعتنا حازم بتبقى عامل زي الموس بتبقى لاين في الشكل لكن صلب جدا في المضمون قدما يأتي للمصالح المصرية المباشرة لكن انا بقول لأسيوبيا احنا مش السبب في الفقر بتاعك احنا مش سبب التركيبة الاثنية اللي انتو فيها احنا بنعمل الحكومة المصرية بتعمل مشروعات تنمية في اسيوبيا لغاية لهذه اللحظة احنا كمان من مصلحتنا جميعا ان احنا نعمل من وادي النيل زي اللي موجود في الدنوب زي اللي موجود في الميكونغ زي اللي موجود في الامازون اللي هي المياه الدولية التي تمر باكثر من دولة ولها طريقة للتنمية وادارة مصالحها المشتركة في نفس الوقت هذا الموضوع اسيوبيا بتحاول او هنا يعني النخبة الاسيوبية الحالية بتحاول انها تدير يعني لا يمكن لواحد لسه داخل حرب اهلية انه هو يبتدي بمثل هذا الا اذا كان الكلام يعني في نوع من الحزبية في نوع من الايديولوجية في محاولة من مشروع اسيوبي لانه يخلي هذه الدولة دولة قومية مثل دول اخرى هنا الفعل المصري يفكرنا بيه حاجات تانية يعني لسا بتتكلم على انك انت خركت السفينة بطريقة المهندسين قاعدين يحسبوا الريح هيوديك هنا ولا المد هنا دي عمليات دقيقة جدا زي عمليت المخر اقولت عليها لو صححت هنا ممكن تغلط هنا فيه ثلاث مرات فشل لجزبي السفينة وما تعمليش انا بقول ويمكن انا قلتلك مبارح في الحديث بانه السفن تجنح الامم العظيمة لا تجنح صحيح وبقدر ما انه يعني فيه قدر من الضغط عايز اقولي نفسي الشعب المصري يعني احيانا بيشعر بالضيق من التصرفات والكلمات الاسيوبية لكن احنا ام كبيرة وعندنا رئيس عظيم فهنا التعامل الدقيق مع هذا الموضوع بيراعي احيانا امور لا يعني لا تبدو ظاهرة نحن لسنا من مصلحتنا نبقى عندنا ام فوضوية في اسيوبيا وفعلا من مصلحتنا ان اسيوبيا تنمي يعني اسيوبيا من افقر دول العالم انما هي ايضا دولة يعني فيها يعني احن كبيرة داخلية وابي احمد وهو يحاول ان يحولها الى دولة قومية في الحقيقة بيفككها من الداخل لكن ايضا هنا يعني عايز الموضوع هنا الصبر هو اسد هو 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 قوة خاصة انه هنا اللحظة المناسبة الى اي شيء اخر يعني ساعتها يكون لكل حادث حديث لو انه في نصيب مصر ناقص قطرة واحدة يعني كل حاجة بقى هنا لها الاستخدام بتاعها واعتقد اني الاوان ان احنا في مصر نتعامل مع القضايا السياسية كما المهندسين تعاملوا مع القضايا المحرية بنفس الدقة بنفس الدقة لانه هكذا تكون الامور يعني في امور ساعات عرفتها البشرية يعني قاطعة يعني نابليون يطلع عايز ياخد اوروبا فيبقى عندك حرب مش عارف الحرب العالمية التانية هتلر كذا احنا واسرائيل 48 سائل كل الفصول دي لا ده مسرح مختلف ده مسرح في مختلف في عالم مختلف في لحظة زمنية مختلفة في موضوع فيه الاولوية في مصر للتنمية وبناء الدولة لكن لا احد ايضا يريد ان يعرض ذلك على وجه الاطلاق للخطر الحسابات بتاع دوت بقى ده للرئيس ومعاونيه وبقدر الامكان واجبنا ان ننقله الى الرأي العام حيث انه القضية ليست نفاس صبر لان انا بشوف بعض زملائنا بيكتبوا يعني امتى بقى حيبقى فيه لا يعني في جيل نحن وشاهدنا صبر الرئيس السادات معا الوزير انت من جيلي ولا اصغر شوية شباب معا الوزير هنا يعني كان ايامه احنا طلعنا في مظاهرات سمعك طبعا في سنة واحد وسبعين مظاهرات علشان حيثين الحرب وكنا ايامها الحكاية كان العالم كله بيكلم عن الحب وبتاع كانت مظاهرات الطلبة فيها الحكاية دي انما الحرب الحرب جات في الوقت اللي جات فيه فعلا يعني مع النسيج اللي كان فيه تأييد علامي تأييد افريقي تأييد عربي في اللحظة المناسبة معدر يا ضي لا ينبغي ان ندفع الى ذلك ان احنا عارفين تمن وعالي وزي ما قلت الموازنة فيها السلمية وفيها سلام ما بيقوله يعني دكتور ايه يعني اذا اردت السلام فجهز للحرب يعني ماش كده سعد سفير هاني خلفك اه مش حكي هاني معلش طيب معلش احنا لازم ناخد قبل ما اطرح للسفير هاني لازم ناخد فاصل طب بس قبل ما نطلع الفاصل هفكر دكتور عب مينان بحاجة ونطلع فاصل ماشي انا اخشى ان احنا نضغط 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 زي ما اتضغط في السبع وستين قبل السبع وستين يعني انا مش عايز نضغط عايز منتخذ القرار ياخدها بالمعدل راضية بحسابات المصالح بدقة شريدة دون ان يكون للرأي العام ضغط لانه في حسابات اخرى حداك تفضلت انه الرئيس بيتابع المساعدين بيتابعوا والخبراء بيتابعوا زي العملية الجراحية في المخو عاجبني التعبير جدا انه احنا عايزين نترك المساحة لمنتخذ القرار يفكر دون ضغط جماهيري ربما يكون غير محسوب الرئيس تقديره للشعب المصري انه عرضه قاله فيما يتعلق بالازمة ان الناس كانت سكتة وبانت في الفرحة اللي بعد كده لنما كانت بتطبط السفينة السفينة بتطبط نفسها لا احنا احنا شعب صبور يعني ايضا يعني هو طبعا في وسطنا والمثقفين والسياسيين والايديولوجيين الى اخيره بيبقى الامور حامية احيانا بناء على تحليلات بسيطة في رأيي لكن لازم نضع انفسنا في مكان صنع القرار وادراك المؤادلات الكبيرة وهو يحافظ على حقوق مصر المشروع طيب هناخد فصل ونرجع نكمل ورحبا حضراتكم من جديد في المشهد غادرنا الدكتور عبد المنعم سعيد كل شكر والتقدير له ونستكمل مع بقيض ضيوفنا الكرام اللي مشرفيننا النهاردة في هذا المشهد الجميل ربما ان الواحد شعر النهاردة كده بنشوة غريبة لا فإن الله كان حديث الرئيس حديث المنتصر وده اعتقد خاصة انه جاء بعد مبارح بعد ما نجاحنا هو ده كان على خلفية النجاح ده صحيح ونثم احنا بندور على اي حاجة نفرح لكن الفرح كان يستحق طيب ازمة سد النهضة هي الازمة الاكبر والاهم اللي بتواجه مصر والمصريين التحدي الاكبر امام الدولة وامام الشعب خلينا نستعيد ما قاله السيد الرئيس النهاردة حوالين هذه النقطة علشان ارجع لضيوفي من جديد واحنا بنزرع الامل دلوقتي ونقل من حالة الثقة زي ما حرجتها بالضغط طمنت العالم على اتجارته طمنت مصر على خانتها ملامح الجمهورية الجديدة للعالم من هذا المكان اعتقد انه هتكون رسالة واضحة وجلية ده الاول الثاني طمنت المصريين برضو على خانتهم بكل ثقة نطمن المصريين على نيلهم برضو في هذه اللحظة من هذا المشهد نكتب نقطة سيد الرئيس باخترح انجاز لي انا اخترح ان هي القناة السويس تتقدم احدى المؤسسات المصرية لتنال جائزة نوبل للاقتصاد لانها انقاذ التجارة العالم في لحظة فريقة العالم كله شعر شكرا جزيلا المكترح ده انا بضم صوتي لصوتكو جميعا فان فعلا يعني اذا كنا بنتكلم على هيئة اقتصادية لها تأثير كبير جدا على التجارة العالمية اتصور الحدث اللي تم خلال الست ايام اللي فيته اكد ان ان ممكن الجائزة ديت لو هما يعني اه حنبقى سعداء او ان هما يدوا جائزة لهذا المرفق العظيب يعني فيما يخص الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو موضوع المياه اللي هو موضوع اللي شغلني وشغلكم كلكم انا بس عايز اقول ان موضوع التفاوض ده يعني ده خيارنا اللي احنا اه اه بدأنا به وعايز اقول لكم ان يعني حاقفز كده على 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 حاجة عمري ما كلمتي فيها العمل العدائي قبيح وليه تأثيرات كبيرة جدا تمتدل سنوات طويلة لان الشعوب ما بتنساش ده فاحنا بس عشان يبقى دايما حتى واحنا كاعلمين بنتكلم بنتكلم على ان المعركة المعركة بتاعتنا معركة تفاوض وكل يوم الرأي العام العلامي كل يوم الكبار المسؤولين في الدول العالم بطاروا واحنا بنكسب ارض بان احنا جادين في ان احنا نتفاوض بشكل حق الكذب للجميع يعني ما يبقاش في حد يتسأسر بحاجة وكل اللي بنطلبه امر لا يخرج عن القوانين والمعايير الدولية المعمول بيها في التعامل مع هذه الموضوعات اللي هي المال العابرة للحدود احنا مشيين في ده ويمكن خلال الاسابيع القليلة القادمة هيبقى فيه تحرك يعني اضافي مفاوضات في هذا الموضوع ونتمنى ان احنا نصل لل الاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد احنا مكلمش كتير بس انا بقول للناس كلها محدش هيقدر ياخد نقطة مية من مصر واللي عايز يجرب يجرب احنا مبنهددش حد لو سمحتوا احنا عمرنا ما هددنا ودائما نحورنا رشيد جدا يعني صبور جدا لكن محدش هيقدر ياخد نقطة ماء من مصر وإلا يحب فيه حالة من عدم الاستقرار في المنطقة لا يتخيلها احد لا يتخيلها احد ومحدش يتصور انه يقدر يبقى بعيد عن قدرتنا لا انا عمري ما كلمت كده انا ما هددش حد بقول تاني مية مصر لا مساس بيها والمساس بيها خط احمر وحيبقى رد فعلنا في حالة المساس بيها امر هيأثر على استقرار المطقة بالكامل اقوى الرسائل التي صدرت عن الرئيس السيسي فيما يتعلق بسد النهضة على الاقل في الفترة الاخيرة لكينا عايز اروح في زاوية وحدها وطبعا الرئيس تحدث في عدة زاوية تحدث عن التفاوض وانه التفاوض هو خيارنا من ساعة ما بدأت هذه الازمة تحدث ايضا عن القدرة المصرية القدرة المصرية في الدفاع عن حقوق الشعب المصري مهما كلف ذلك من ثمن لكن الرئيس ايضا اشار سعد السفير هاني خلاف الى ما اعتبره تحركا اضافيا خلال الاسابيع المقبلة في المفاوضات او عبر المفاوضات بيقول ان هناك تحرك اضافي خلال الاسابيع المقبلة عبر المفاوضات ونتمنى النص الاتفاق هل الرئيس بيلمح الى ربما تحرك دولي لتفعيل المبادرة السودانية والمقترح السوداني فيما تعلق بالرباع الدولي الراعي لهذه المفاوضات وزي ما قلت لحضرتك في مدخلية السابقة اعتقد انه الاتصالات اللي بتجري في القاهرة منذ يومين وفي السودان تمهيد جيد لما يفكر فيه الرئيس وما يفكر فيه المسؤولون الدفنوسيون معاه والساسة حول المخرج الاخر اللي بيفكر فيه هو لم يكشف عنه ولكن قد يكون نوعا من الجمع ما بين العمليات التوفيق والوساطة يعني ادخال كافة انواع الوسائل اللي احنا درسناها في العلوم السياسية عن تسوية النزاعات مع بعضيها باقدار ونسب متوازية او متوازنة بمعنى انه قد يكون هناك جهة للتوفيق ما بين المطلبين الاثيوبي والمصري السوداني وقد يكون مخرج اخر هي الوساطة الدولية التي يقوم بها اطراف خارجيون زي المطلب السوداني اللي طرح وان كانت اثيوبيا ما تزال متمسكة بانه لا وسيط غير الاتحاد الافريقي فقط وده مش فاهم انا يعني مقصد الاثيوبيين من رفض هذا البديل خوفا من ضغوط امريكية على النحو اللي سبق لترامب انه قدمها لهم ولا لانه معارفين موقفهم اضعف من انه يعني يقف امام حتى وساطات اوروبية او وساطات ثالثا احنا ما جربناش لسه ادخال بعض الاطراف العربية للتأثير على صانع القرار الاثيوبي عربية كان لها علاقات جيدة تجارية وزراعية واستثمارية مع اثيوبيا ولكن هل الاطراف دي تستطيع ان تقوم بادوار مؤثرة مؤثرة سواء كانت بسحب ما تقدمه او انقاص الحجم بتاعه ولا يكون لها ادوار في نقل رسائل معينة احنا نتفق معها عليه يعني المخرج الجديد اللي بيطرحه الرئيس على انه او بيسأل عليه الدكتور عمر اعتقد انه محتاج برينستورمينج بمعنى انه كيف نخلق من كافة ادوات التسوية السياسية مجموعة من المناهج الاقتراب من الحكومة الاثيوبية وليس فقط مع الحكومة الاثيوبية ايضا مع الاطراف المجتمع الدولي بمعنى في مجلس الامن وقد يكون ادخال روسيا في مرحلة ما امر مهم حتى يمكن يعني تحريك بعض الديناميات العلاقة بينها وبين الاطراف الغربية في مسألة من له القدرة على الدخول في هذه المنطقة في القرن الافريقي في هذا التوقيت بالذات مساعد سفير قبل ما روح سيد الوزير كان في اجابة نقصة قبل روح الدكتور محمد بس عمرو بفقرك سألت انت مرة كنت في موسكو وسألت المتحدثة باسم الخارجية الروسية على دورهم في سيد النهضة كان في اجابة اعتقد لو احنا نترح بس اه اه يعني قالت انه مريحة حل ازمة سيد النهضة وتقديم اطروحات جديدة طيب من هذه المناسبة خليني اقول الخبر يمكن حصري لينا انا علمت من مصادري الخاصة انه وزير الخارجية سيرجيل لفروف هيجي مصري يوم 12 ابريل المقبل وانه موضوع سيد النهضة من ضمن المواضيع التي ستكون على جدول كنت لازم اسألك كنت ممكن تعملنا حوار معنا كنت عايز اقول الخبر ده في بكرة في برنامج في رأي عام لا لا برنامج المشكلة طبعا وبعدين تعملنا احوار مع سيرجيل غروف لانه مهم جدا لازم انا هطرح عليكم فكرة العامل الروسي انا انا برضو قلق معلش يعني احنا بتكلم بشكل مش سينو جيم احنا بتناقش انا قلق جدا من الموقف الصيني والروسي لانه وقفوا موقف في المجلس الامن لمدة ثلاث مرات يعرض ادانة اثيوبيا فيما يجري في التجري وكانت الدولة اللي بيرفضه الصين وروسيا ليس نكاية في امريكا وانما المصالح ومداخل اثيوبيا برضو احنا نتكلم بشكل عملي فانا برضو تفكيك المعدة دي دكتور محمد يعني شوف انا شايف الموقف الكاشف النهاردة بيدي رسائل طمأنة للداخل بدرجة كبيرة يعني اولا الخيار الاستراتيجي بالنسبة لمصر من اليوم الاول هو التفاوض ولسالة التفاوض مستمر في النهج المصري لكن هناك سؤال رئيسي لابد ان احنا نطرح ونفكر في الاجابة عليه ايه اللي هيخلي الجانب الاسيوبي وفق النصق العقيد للنغبة الحاكمة بالنسبة لهم اللي هي مقبلة على انتخابات خلال الاشهر والمقبلة وبتصور ان موضوع الاستمرار في المل التاني للسد هو مشروع قومي للاسيوبيين من مختلف القوميات ايه هيخليها تيجي عند مرحلة معينة وتقول لابد ان اأخذ الموقف والمصالح المصرية بعلات شوف ان يكون هناك لديك سياسة وبديل اخر انا اعتقد ان بالنسبة للدولة المصرية هناك اقصر من بديل وان اختيار هذا البديل مرهوم باعتبارات معينة مرهوم باعتبارات اللحظة مرهوم باعتبارات مرتبطة بالداخل المصري مرهوم بمدى القرب الشديد للحظة الخطر اللي بيمثلها المال التاني اللي تصدر ان في حال حدوثه هتبقى الاوضاع بلغة الصعوبة المرحلة ما بعدها هتختلف بدرجة كبيرة عن مرحلة ما قبلها وبالتاني نحن نتحدث عن دولة لديها احتمالات للتعامل مع مختلف الخيرات دي نقطة النقطة الثانية ترتبط بالاستقرار في الاقليم وانا اعتقد هذه تنطوي على جانب كبير من الاهمية يعني حالة التوتر اللي هيبقى في المنطقة لا ينحصر في اضرار لمصالح خاصة بمصر والسودان او حتى في الداخل الاسيوبي فقط وانما سوف تمتدع بتحرك بتشوف ان الجغرافيا لم تعد ساكنة الجغرافيا في الاقليم المتوترة هي جغرافيا متحركة هي اقرب تعريفها السيد ناشئة عامنا زي بيوت خشبية اي نار بتمتد وتلتها بتأثيرتها في احد البقع الجغرافية سوف تلقي بتأثيرتها شو بقى على مصالح سواء مرتبطة بقوة دولية او مرتبطة بقوة اقليمية او بقوة داخلية وهناك بتكلم قفز اللي زيهني عمر انه المنطقة متوترة ولو حصل نزاع هيأثر في القرن الافريقي في مدخل قناة سويس احنا عدنا اسبوع العالم وقف صح هاي يمكن دي نقطة هاي بحب شير لها احنا عندنا اوراق ضغطة كبيرة جدا ممكن استخدام يمكن اللي حصل النهاردة او في الاسبوع اللي فات حضرتك في خمس ست ايام فقط يعني اضطراط كبيرة جدا في سلسل الامداد التجارة العالمية البترول سعره بيزيد فيمكن الرسالة النهاردة يعني الحادثة اللي حصل دي اثبتت ان احنا يمكن نستغل هذه الاحداث في الضغط بشكل كبير ونجحنا في هذه الازمة يعني مؤشر ان احنا نقدر نستخدم نفس الاسلوب المدروس الهادي في علاج ازمات اخرى وبالتالي حضرتك سعر بيترول مزيد 5% نتيجة مغرد يعني اسبوع تمام ومغرد الحرقة في القناة ابتدت الاسعار رجع التاني يعني الثقة الكبيرة بتوليها الخطوط العالمية في قناة السويس وفي مصر في الحقيقة دي نقطة التركيز الاعلامي الكبير الاسبوع اللي فات احنا يعني لو كنا عايزين يعني نابع فيه حدث نستفيد منه لن نجد حدث نستفيد منه اكثر من هذا الحدث الحقيقة يعني فعلا هي مصر كترند اه يعني فعلا ما احنا يعني ما احنا ولكن هي من حمرا بلنا سبحانه وتعالى طيب دكتور اكرم عفوا يعني الكلام عن خطوط بديلة لقناة السويس انتم كناس يعني متخصصين ويعني حضرتك يعني استاذ هندسة الموانئ وعميد مع التدريب الموانئ انتم شايفين هذا الكلام الى اي مدى واقعي يعني مثلا الروس بدأوا يتكلموا قطب الشمالي ايران ايران بتتكلم عن خط شمال جنوب يعني تشايفين ده ازاي وحياتك النقل العامل الاساسي هو التكلفة احنا دايما سابقين بان احنا عندنا اقل تكلفة للنقل ودايما الحقيقة فيه منافسة ولعفكرة التنافس ده جويس والتكلفة والزمن طبعا التنافس على فكرة وجود تنافس حاجة اجابية ما نخافش منها ابدا بالعكس وجود طرق منافسة دي بتخلينا دايما مستعدين ودايما احنا سابقين وبالتالي الحقيقة يعني هايقنا سويس يعني حلقة اشارت ومعني وزير اشار عندهم كوادر المصار الاقتصادي على اعلى مستوى عندنا سياسات تضمن دايما ان احنا لنا الصبق ولنا يعني الفارقين بشكل بيت جدا عن كل هذه طرق ما زالت قناة سويس هي يعني الممر ملاحي الامن ما زالت هو اقصر طريق حتى دايما اشار من قليل احنا التطوير مستمر ويمكن النهار ده يعني اشار الفريق اسامة ان احنا هنطور القناة والخطة هتزيد والابعاد قناة هتزيد بأيادي مصرية ومعدات مصرية سابقين في هذا المجال وبالتالي الحقيقة يعني تأثير القناة اعتقد انه نفس احنا عيد خلص عن نفس الحمد لله والنهار ده سيد الرئيس دكتور اكرم قال يعني حاسم الامر وبدد القلق حينما قال انه من حق الاخرين انهم يكون عندهم طموح ووجبنا ان احنا نطور ونستعد خلينا ارجع لحضرانك بصرح لمعالي الوزير السؤال المؤجل ولنا فعلا انا وعمر اعتقد هنوافقني انه ده من اهم الاجابات اللي احنا منتظرانها انا لو نفقتك شكرا لو لم اوافقك يعني نتائج وخيمة طيب بتهديد على هو معالي بحارف دكتوريا البحر المتوسط والدكتور اكرم يسمع الكلام ده جواز جدا والخط المزمع للملاحة ليخرج بعض الدول من عزلتها دول حبيسة يبقى لها مجرى ملاحي وينقلها تبقى دولية ونهر النيل يتحول الى مجرى ملاحي دولي ده مشروع مصري عرض اعتقد انه عايزة اعرف نقول للدول زي بروندي ورواندا والدول اللي هتستفيد منه احنا بنفتكم وقول شاب الاسيوبي احنا مش ضدك وانا بس فيه تصليح صغير عايزة اوضحه اللي ده مهم جدا للعالم كله مصر موافقش صد النهض مصر موافقة وماضية ومواقعة وبصمة على علان المبادئ ولا انه يبقى مشروع تنموي اثيوبي ولم نعترض على الدزاين ولم نعترض على ارتفاع السد بالرغم انه هو مش موضبط في علان المبادئ ولم نعترض على حجم التخزين ولم نعترض ان يكون التخزين من المياه مصرية ده حسن العالم يفتكر ان احنا وقفين ضد سد يعني مية التخزين دي من عندنا من السد العالم مصر ابدت كل مرونة يتخيلها الناس ولا يتخيلها معظم الناس في مصر مصر قالت لأثيوبيا لو انت بتقول انه ممكن ادارة الجفاف تلتزم بسياسة موينة الشعب المصري ما يعتاش لو نيس عندك كهربا هوصلك كابل كهربا من الشبك الكهربية المصرية تديك فرق الكهربا اللي هتقل واثيوبيا رفض 85% فمصر ابدت كل شيء ممكن تخيله مرونة كاملة والضغوط ما كانتش من امريكا على على اثيوبيا كانت الضغوط من امريكا على مصر مصر قدمت عشرات البدائل عشرات البدائل الفرنية وكانت ضغوط كلها من امريكا ومن علماء البنك الدولي على علماء مصر وجابوا لهم الحلول فعشان الكلام برضو احنا سعب نقول كلام ولا نعيه مصر ابدت والكلام ده بشهادة امريكية وشهادة البنك الدولي ايه هو البنك الدولي ده اكبر بؤسسة علمية في العالم في الماء صحيح ابدت مرونة 100% مع اثيوبيا انها هتديها اعظم فوائد من السد وبما يضمن الامن المائي للشعب المصري فارجو انها يكون واضحين تماما ولم تقبل واثيوبيا رفضة ان يكون هناك اتفاق ليه برضو عشان نوضح تماما اثيوبيا لم تعقد اتفاق مائي في حياتها ليه لانها بتقوم من حاجة اسمها الهيمنة المائية مع مين مع اقرب جرامها مع تركيا مع كينيا كينيا والصومال نهره قاد لا نهره قوم اللي بيروح كينيا بيروح لايه لبحيرة اسمها تركانة ايه بحيرة تركانة دي دي اجمل واجبر بحيرة صحراوية في العالم ضمرتها ضمرتها اتجففت والناس هجروا عشرات الالاف ليه عشان تزرع اصد وتولد كهرباء كم ساد تلاتة وربعة يتعمل مين الضحية شعب شعب كينيا في الصومال واليونسك وقف ومنعوا التمويل المشروع واسيوبيا سابت ده كله وراحت للصين وخير التمويل غير قانوني دوليا واقامت هدي سدود يعني ومين اللي عمل السدود دي الشركة الايطالية اللي هي بتبني سد النصاد الضحية طبعا مين اللي دمر الزراعة في الصومال اثيوبيا جوبا وشبيلي اه اكبر نهرين بيمدوا الصومال الغلبان الفقير المستعمر من قبل اثيوبيا والعالقية السومالية داخل اثيوبيا اه مستعمر مقاطعات الاثيوبيا المهرين عشرات الاناطر اه اه دمرت الاراضي الصحرية كلها جفت السكان كلهم هجروا معناها ان الدور علينا صح وعمل السد لما نيجي نقول مرونة لا احنا قدينا كل مرونة مصر قديت كل المرونة المهاردة الرئيس قالي الكلام ده لان ما فيش هنعمل ايه اكتر من كده الحاجة الوحيدة المهاردة بيقولك ايه بيقولك انا عايز حسة طب انت عايز حسة ايه يقولك ما عرفش في المستقبل هقولك انتو تمنعوني من السدود طب انت عايز تبني ايه حسب الخطط بتاعتنا في المستقبل طب انت عايز موافع على ايه يقولك موافع غير مشروط فاذا كنا احنا ما نعرفش ايه اسباب فشل المفاوضات فشل المفاوضات تعنت وتقبر اثيوبي امام المجتمع الدولي بالكامل بس حضرك بتقول انه الامريكان ضغطوا علينا في البداية احنا مع البنك الدولي عشان اقدم اه عشان اقدم والصين سعدت ويعني الصين الصين بتمول بتمول حوالي مليار وشوية من البنك عبارة عن ايه من السد عبارة عن الشبكة الكاربائية بالكامل ويميع السدود اللي جوه تمول الصيني برضو اه الصين بتقدم برضو مساعدات اخرى فالصين بتدعم طبعا اثيوبيا روسيا لأ طب معلش يا معالي الوزير يمكن انا اليوم السبت اللي فات تشرفت باجراء حوار مع الدكتور محمد عبدالعاطي ايه وزير الموارد المائية والري وقال ان احنا يعني الحصة اللي احنا بناخدها دلوقتي من مية النيل خمسة وخمسين وخمسة من عشرة في المية خمسة وخمسين ونصف مليار متر مكعب لا ده احنا لنا اكتر طبعا واحنا المفروض ان احنا نطالب بحصة وقديه بينزل على الهضب الستوائي والهضب الاثيوبي طب ده بناءا على ايه حوالي 2000 مليار بناءا على ايه دي مش حصتنا يعني او بمعنى صح حصتنا يعني لنا لنا تاني حصتنا هو فنم هي الحسبة حسبة على اساس ايه اساس الاحتياجات يعني دولة زي اثيوبيا بينزل عليها هي على اساس الاحتياجات ولا ولا الاراض لا حسب الاحتياجات يعني انت هتاكم مية زي بالزبط اللي بيأكل وبعدين عنده مخبز يقولك لا انا هيقل عشرة الغفة في الطاقة هي راح يموت فانت النهاردة عندك مطر 1000 مليار طب ساعة تعمل ايه في 1000 مليار دولة زي مصر فيها 105 مليون عاشين على 55 ومصر ايه ما هو بيقولك انه الامطار دي بتنزل في ارضي انا اه خلاص بينزل عليك 1000 مليار يقولك اوها 1000 مليار بتاعتي بس انت بيجي لك جز عن طريق النيل اللي ازرع اللي هي نصيف فيها طب يا عم انت بتاخد المية وده اللي فاضل منك دي مية الصرف ايه زي الصرف الصحي ما تنفيقه اثيوبيا على الابقار اكبر من حسب مصر شو زان معن فيه 100 مليون بقرة خلي بقى دا يتجدد دائما بيتباعه 100 مليون بقرة بيستهرقه مية ايه 87 مليار اكتر مصر وستودان مصر وستودان اكتر اكتر مصر وستودان والطباق خلول في وقت فالنقطة الحقيقة يعني يعني باقتصار من الاخر خالص هذا لا يعني الا الهيمنة على مصر نعم وتحجيم مصر جميل طيب خليني قبل ما اروح للدكتور فخري في عندنا فاصل مثالي فاصل قصير مع ضيوفي واروح للدكتور فخري هذا البرنامج برعاية مرحب بحضرتكم مرة اخرى وبنواصل المشهد وقراءة في اهم حدثين حصلوا الايام القليلة الماضية حدث جنوح سفينة بنامية عملاقة ونجاح المصريين في تعاومها والحدث الاخر يتعلق بسد النهضة وتصرحات القوية للرئيس عبدالفتاح السيسي النهاردة من على ضفاف قناة السويس يمكن عايزة روح لدكتور فخري الفئي ومعالي الوزير محمد نصر دين علام كان بيتكلم دلوقتي عن اطراف ساهمت مع اثيوبيا في بناء سد النهضة واطراف مشاركة مع الاثيوبيين في هذا البناء منها البنك الدولي ازاي قلية مشاركة البنك الدولي في مشاريع زي دي يتلل ازاي لا يقول البنك الدولي مشاركة شانعازف الا البنك الدولي بالضبط لا الصين 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 لكن البنك الدولي ما دخلش ما دخل أي منشع عليه خلاف دولي لا يمكن البنك الدولي ما هو لأ حباك تفضلت انه البنك الدولي شاركة في المفاوضات اللي كان فيها امريكا طرف في البنك الدولي وخسام الأمريكية يشارك وحبث أنه أكبر جهة فيها خبراء المياه هذا المقصوص يعني هو البنك الدولي معني في الدول الأعضاء خاصة الدول النامية والدول اللي هي الفقيرة في هذا العالم واثيوبيا دولة ضمن الدول الأعضاء في البنك الدولي وصندوق النقل الدولي لذلك يحق لها أنها تحصل على موافقات ودعم بعض الدول الأخرى الأعضاء زي الصين وخلافه في هذه الحالة يعني لما الرئيس الفتاة السيسي يتحدث عن في هذه المناسبة عملية تعويم السفينة اللي هي إفر جيفن العطاء بلا حدود بشكل احترافي وده بيبين قد إيه اللي هو إدارة الصراع وده يمكن اللي خلل الرئيس الفتاة السيسي وأعتقد ده يعني تخميني بأنه اتكلم عن إدارة الصراع في ما يتعلق ب سد النهضة و يعني قطرة المياه اللي مصر بالنسبة لمصر اعتبر خط أحمر في هذه الحالة وأنه القضية يعني إدارة الصراع بمعنى أنه هناك بداء العديدة في إطار التفاوض أيضا وأشار إلى هذا وأنه يعني العداء للشعوب شكله بيبقى قبيح في هذه الحالة وأنه المسألة على المجتمع الدولي أن يتطلع بمسؤولياته فيما يتعلق بعدم الاستقرار في المنطقة فيما لو حدث يعني لا قدر الله يعني تعدت الأمور الخط الأحمر في هذه الحالة يعني مش عاوزين نذكر لفظ شيء فيما يتعلق بالحروب وخلافهم ده لا هذا يعني الخيار أعتقد من وجهة نظري صعب لكل الدول في المنطقة أنه يعني أي دولة تلجأ إليها لكن البداء اللي عندي مصالح الدول الشقيقة والصديقة في هذه الحالة أنا عندي الدول يعني قدرت إدارة صراع ما بين مصر وتركيا في ليبيا ودير بشكل احترافي طبعا وصلنا لمرحلة وضعت خطوط حمراء نعم ووصلنا إلى ما وصلنا إليه أن هناك اتجاه نحو الاستقرار في ليبيا وهذه هي الجارة الغربية لمصر كذلك فيما تعلق بيه السودان برضو ده الفناء الخلفي لمصر ولذلك قطر موضوع قطر اللي هي كانت يعني تغرد كده يعني بعيدة عن السرب العربي يعني قدرتنا بشكل أو بآخر يعني عادت إلى إيه عادت إلى المجموعة العربية بشكل أو بآخر إذا النهاردة فيه أعمال النهاردة تحاول أن يعني تنعم المنطقة بقدر من السقر لكن المصالح مصر فيما تعلق بالمياه ده مسألة زي ما أشار الرئيس بأنه ده خط أحمر نعم هنا بنقول يعني لما بشوف يعني الفرحة بتاعتنا لما تم التعويم السفينة الجانحة في هذه الحالة وديرت باحترافية شديدة تخيل كده فيما لو أنه حدث انسداد لشريان من شرايين جسم العالم قناة السويس لي تعتبر شريان في جسم من أهم الشرايين الموجودة رغم أنه في جسم الاخصاد العالمي 10% من حجم التجارة العالمية عشان كده بقول تخيل أنه لسد هذا عملية الانسداد جاءت من مدينة صغيرة اللي بنسمها ever given اللي هو العطاء بلا حدود وفي هذه الحالة أنه هذه السفينة تخيل ليه بقول مدينة صغيرة طولها 400 متر العرض بتاعها ما يقرب من 60 متر ارتفاحها يا فندم 450 يعني كم دور يعني حوال 50 دور مارة من 50 دور تخيل هذا وكمان الحولة بتاعتها ربع مليون طن ربع مليون طن دكتور فاكر خليني اروح يعني ارجع اروح الدكتور اكرم لا انا عاوز بس اقول لك بقى ماذا لو انه عاوز اكمل الحتة المهيدة اصدر اصدر اقتصاد بقى يا فندم ايو اصدر اصدر هنا في الجزء السياسي والمائي وخلاف ماذا لو انه طالت هذه لا قدر الله ان هي كانت استمرت لفترة اطول لكنها حصل ايه تدعياتها على الاقصاد العالمي خسائرها فادحة على الاقصاد العالمي ونذلك كثير من الدول بادرت منها تساعد في هذه الحال نمر واحد الاقصاد العالمي في ظل جائحة فيروس كورونا ايه اللي حصل انه في هذه تم ضخ سيولة في اطار التسير النقدي على مستوى دول اوروبا والولايات الولايات المتحدة الامريكية الوحديها داخت واحد وتسعة من عشر تريليون دولار داخت جسم الاقصاد الامريكي الدول الاوروبية كذلك فهناك سيولة كبيرة جدا في جسم الاقصاد العالمي لمساندة الدول في عملية الجائحة فيروس كورونا لكن قدرة الاقصاد العالمي على انه انتك سلع وخدمات وعملية التجارة تنمو بالمعدل في هذه الحالة اللي يخلي انه هذه السيولة الضخمة جدا لا يقابلها نمو في المعروض من السن هتؤدي الى تضخمات هناك ضغوط تضخمية في الاقصاد العالمي وده الدليل ان الولايات المتحدة الامريكية يعني بنجد انها خوفا ان معدل التضخم يتعدى وهو يتعدى فعلا 2% بدأ الفيدرال ريزيربانك او البنك الفيدرالي الامريكي البنك المركزي الامريكي انهم 12 بنك المركزي الامريكي اهمهم الموجود في واشنطن ففي هذه الحالة بدأ يفكر في رفع سعر الفائدة معنى انظر بقى الى السعر برميل بترول قبل الانسداد هذا الشوريان اللي هو قناة السويس ماذا لو انه استمر سعر برميل بترول قبل هذا الانسداد وصل الى 60 دولار من 40 ل60 من خلال الشهور اللي فاتت عندما يعني حدث انسداد للمدخل الجنوب لقناة السويس في هذه الحالة زاد بنسبة من 4 ل 6 في المية صحيح يعني وصل الى 64 دولار لو استمر هذا ممكن يستمر برميل البترول يشكل ايه الطاقة للعالم اذا تكلفة انتاج السلع والخدمات يحصل لها ايه مزيد من رفع السلع والخدمات نتيجة رفع الطاقة كمان لو استمر هذا الانسداد هتبدأ السفن تدور حول رأس الرجاء الصالح تكلفة واستخدام وقود معلومة تكلفة 50% زيادة في التكلفة يا فن ده بخلاف اسبوعين ريح اسبوعين زيادة وبالتالي لما تبص كده في هذه الحالة يبقى اسعار الطاقة هتزيد اسعار النقل هتزيد النولون هيزيد في هذه اذا ما زيد من التضخم في ظل يعني يعني هذه الجائحة طبعا ده يشكل يعني خطر بالنسبة لجعوب العالم في ظل هذه الجائحة طبعا عندما يحدث هذا بنجد انه كل الدول وحتى صندوق النقد الدولي بدأ يتحدث فيما لو انه حدث هذا الانسداد لفترة طويلة فالحمد لله الادارة الاحترافية الادارة المحترفة او الاحترافية لادارة هذه الازمة وانتهت خلال ستة ايام ولذلك بقول ان ده معناقي لما تبص سيادتك انا لأول مرة اكتشف ان قناة السويس بتاعتنا دي يعني ده هبة من دربنا سبحانه وتعالى ليه لانه الطلب عليها لان احنا بدأت احس انها ان احنا مش مقيمينها لقيمتها الحقيقية ليه لانه عندك ربعمائة اتنين وعشرين سفينة منتظرة ده اللي هو الطلب يعني الطول وعدوا كلهم ما هو عدوا يعني ان فيه طلب ضخم اذا ربعمائة اتنين وعشرين منتظرة المروض في خناس اذا هناك تأكيد من قبل من قبل المجتمع الدولي ان مصر قادرة على انها تكتاز هذه اللي هو القادرة مش بالنية قادرة معناها بالمساعدة بالدعم الكلام اللي نشيد الدولة الحقيقة انا ده لا اؤمن به انا احب ان العالم عمل ايه صحيح طيب انا بات استعالي اروح للدكتور اكرم النقل النهري في مصر كان حلم لم يتحقق لغاية في تخديري احنا عندنا حلم اكبر يخرج من مصر ان احنا يبقى عندي من اسكندرية عند طريق رشيد ضمياط ورشيد وابننطلق الى حتى بحير الدكتورية وده المشروع اللي هتكلمنا عليه مع الوزير لكن من الناحية الهندسية والناحية الفنية شايف امكانيات النقل النهري النهر ينقل بضاعة وتجارة مجموعة من دول الحوض الى الخارج ونخرجهم من كونهم دول حبيسة بلا مواني او بلا شطع لها يمكن اللي حابة شيري عليه حضرتك ان هذا المثال وهذا يعني التوجه في غاية الاهمية المصالح احنا عندنا الحقيقة بوعد اهم جدا وهو بوعد الخاص بدول الافريقية نهر نين بيربوتنا النقل النهري هو ارخص وسيلة للنقل ارخص بالنقل البحري طبعا طبعا حجم المنقول بنقل النهر ايه مصر مصر للأسف في مصر هنا يعني احنا بنطمع انه يوصل حوالي 5% يعني في النقل بصفة عامة في مصر دلوقتي هو استثمار في كافة وسيلة النقل احنا نسميه نقل متعدد الوساط احنا المشهد ككل صورة متكاملة الطرق اللي بتتم شبكة طرق الموجودة السكة كالحديد اللي موجودة واللي احنا بصددها التطوير اللي بيحصل في المواني المناطق الصناعية احنا نكلم مكان السويس ليس فقط ممار ملاحي نكلم على محور قناة السويس ومناطق صناعية ورجستية وصناعات وفرص عمل كل ده الحقيقة حيزود وربط هذا الكلام بالصعيد وبجنوب الوادي وبالسودان وبنواني النهرية احنا عندنا ما يطلق عليه الانلاند ووتر ويز او الممرات الملاحية ده علم وموجود على مستوى العالم ودي وسيلة هامة جدا نقدر بيها نستفيد الحقيقة النهاردة حضرتك يمكن كم يوم فاتدول انا شوف انا نمست بنفسي مدى الحب والدعم اللي احنا مصر بنجده من جامعة دولة العربية مش هزول حضرتك احنا كجامعة دولة العربية وكاكاديمية العربية حجم الدعم اللي موجود معنويا من كل الدول لهذا الموقف دعم لاحساس ان مصر دولة كبرى ودعم المصالح في الآخر لان يعني زي ما اشار الزمالية كلهم وقناة ستوقف معناها التكلفة السلعة اللي جاي لحضرتك في البيت حد زيت مدى امكانية سعداد نهر النيل للقيام بدور شريان ملاحي دولي جاهز طبعا من اغنين جاهز محتاج استثمار الدراسات الانساءة موجودة محتاج يعني خطوات من ناحية الهندسية يعني يعني ما فيش عندنا عقبات هندسية وطبعا يعني هو في بعض تحديات اه لكن مش عقبات لا طبعا احنا في الهندسة ما عندناش يعني حاجة مستحيلة بدليل اللي حصل في خمس ايام على الفكرة هو كله هندسة يعني في الخمس ايام دول طريق معادلات رياضية طبعا طبعا لو اقتلت كانت المركبة حصل لها مشكلة حاجة بتتكلم على جبل وبالتالي عندنا تحديات لكن طبعا ده تواجه واعتقد يعني وزارة النقل واعتقد ده تواجه كبير مواني نهرية احنا عندنا وبتالينا نربط مع السودان حيمتد الحقيقة ودور افريقية عشان كده في الاخر هنوضوع مصالح احنا نملك ادوات كثيرة ويمكن ان دل يعني احنا قررنا نهاردة من الحديث الاعلامي واختيار يعني اختيار التوقيت النهاردة وإحنا في هذه الفرحة وفي هذه روح المعنوية الكبيرة ومئة من يوم مصر النهاردة على القلب رجل واحد احنا كلين نهاردة يعني واحد كان بينام بالليل على آخر ويسحى الصبح الفجر ايه اللي حصل ويحلم ونائم اه او الله النهاردة فعلا حسنا نفس بالضبط اللي حصل يوم الفتادها قناة جديدة احساس كلنا ان احنا ويمكن يعني احنا يعني دخلنا الفتاد النهرة وكده ما ننساش ان احنا النهاردة نحتفل انا انا النهاردة اعتبر ده معجزة اللي تم من نهاردة في خمسين ولا ولا ابالغ انا لا ابالغ اللي تم من نهاردة في خمس للعالم طبعا حقيقة لانه وثقة بيا حاجزة انا اعتبر تراحز معدلات مرور السفن الفترة القادمة في كل خمس دقائق في مارك بالحجر لا داللي كانوا وقفين لكن بعد من عدي احنا متوسط متاعنا كان من خمسين السفينة في اليوم انا اتوقع ان خلال الفترة القادمة هذا المعدل حيزيز والنسب ما نشوف قدام الناس قدام العالم اي طلب هيتطلبه الهيئة انا ما افعليه فورا لو حاجة درق فورا وده الدرس المساعدة حقيقة النهاردة ان احنا بنطور نفسنا وميجي موضوعات اكبر ونستعد وادارة الازمة دي يعني لها اثار ايجابية كثيرة جدا حتى نعكس ايجابة على صد النهار خلينا اكلم يعني اخذ الخيط جارة الغربية او جارتنا في جنوبية لنا انا يعني امراتي عرفتها في السودان انا عايش في السودان في فترة افضل فترة في حياتي قدتها في اطيب شعب السودان انت تشعر ان انت في بلدك واكتر شعب خلنا جامعة القرى فرع الخرطوم شعب السودان بيحبنا جدا وما زلنا على اتصال بزملائنا في في السودان الشقيقي طيب ويمكن من يعني المكاسب اللي حققتها القيادة المصرية في الفترة الأخيرة هو عودة العلاقات الطبيعية بينما بين السودان وأنا مبقولش العلاقات الطبيعية يعني سفرات وحاجات زي كده لا ده تنسيق على أعلى مستوى بين القيادتين تفهم كبير جدا للخطر المشترك المحدق بنا احنا كمصريين وكسودانيين في نفس الوقت تفضل فهم الحقيقة السؤال بتاعك هو على اساس اللي هي تطوير المصاري الملاحي ما بين فيكتوريا والباحة متوسط وطبعا ونصر كجزء منه انا عايز اقول ده المثل الجيد المثل الجميل لكافية تعاون دول الحوض لخدمة الجميع بالضبط زي الأوروبية سواء من ناحية البيئية او من ناحية ملاحية او حتى ممكن يبقى توليد الكهرباء في بعض المساقط ده مشروع الحقيقة رائع ولو انت خدت معاك كمان ان فيكتوريا ليك او بحيرة فيكتوريا بتخدم الدول اللي وقع عليها ملاحة ونقل يعني مصدر النقل الرئيسي بحيرة فيكتوريا رغم ان النقل برضو مش عمستوى العالي ده هيبقى هب هيبقى بالضبط هب كلا وبعدين الدول الداخلية زي ما الدكتور عمرو قال اللي هي رواندا وبروندي فهتبقى عالية جدا هنا على البحر الأحمر سواء عن طريق كينيا او تنزينيا نعم وشمالا الى البحر المتوسط وإحنا برضو من هنا من هذا المنبر يا دكتور حضرتك برضو انت لك يعني سمعتك الدولية في هذا الإطار بقول للدول الأفريقية بروندي واوغندا ورواندا مصلحتكم فين يعني احنا بنقول بنعمل مشروعات الكل يستفيد بما فيها أسيوبيا قريتتا بس هم محارسين على فكرة وحصل فيه دراس الجدوى لهذا المصار هيبقى فيه أعمال هندسية كبيرة والحقيقة هيبقى فيه اتجارة بيمية علي جدا بمشاركة أسيوبيا لا أسيوبيا أسيوبيا مصار آخر لا يعني أنا قصدي كل المشروعات التنموية مدعوة لها أسيوبيا طبعا وهي دولة حديثة كمان وفي حديث من ومين على اتحاد مع قريتة لها مرة أخرى نرجع لك بعد فاصل لعم دعوة أعتقد فاصل نعم ما بيقولولك أنت على الفاصل بيقول لي أنا قصدي بيقولكش أنت عشان كان أنت مسترسل حرص بلاش رسول الراجل ما بقى أسرش يعني يعني يعلم أنت الفاصل لا مش حلل طريق لين ما أكمل مع الدكتور لا فاصل عشان الأعلانات فاصل فاصل قصير وأنا أرجع نكمل مع أحد محدش حيقدر يأخذ نقطة مية من مصر واللي عايز يجرب يجرب هي كلمة فاصل قالت كل شيء ووضعت النقاط على الخروف مصر الزمان والمكان والإنسان سفينة لا تجنح مهما اشتدت الرياح والعواصف رسائل واضحة وضوح الشمس في صفحة القناة وكما كانت الكلمة حاسمة كان اختيار المكان حكيما فقناة السويس قبل 150 عاما غيرت خارطة الأرض وأعادت صياغة علاقاتها دائما ما كان القناة رمزيتها وعلى مصرحها كم ضارت أحداث فارقة فمأه امتزج بدماء من حفروها ورملها احتوى أكساد الشهداء بعد أن طارت أرواحهم إلى عليين تقول الوثائق والمراجع التاريخية إن ربع سكان مصر خرجوا في خمسينيات القرن الماضي تاركين منازلهم فارغة من أنفاسهم ليصبحوا فؤوسا ومعاولا أو قل حروفا وسطورا في ملحمة الحفر الأول هذه وثيقة تضم أسماء أبناء المنوفية المشاركين في حفر القناة الوثيقة حفظت لهم الحقوق والسقوق لكنها لم توضح من منهم عادت أنفاسه لبيته القديم ومن ذابت ملامحه في رمال القناة قبل أن يغمرها اختلاط ماء البحرين وهذه متعلقات شاب عشريني جاء إلى ضفة القناة في أكتوبر عام 1973 تاركا الأهل في الشرقية يجهزون لفرحه القريب العروس وبيت العرس الأهل والمدعوون وحتى ساحة الفرح كل شيء صار جاهزا لكن العريس تأخر بعض الشيء لقد عاد في أكتوبر 2015 ملابسه وحديدة هويته وبعض عظامه لتزفه مصر كلها شهيدا قديما جديدا لأعراس السماء وأما هذه فكلمات من تحت القصف في العريش يزأر بها أحد موليد أكتوبر عام 1978 في يوليو عام 2017 فيقول بجسده وأكساد زملائه ليس منسيا من يقدم روحه مهرا فمن يطلب الحسنى ألم يغلها المهر وهكذا في كل حقبة يقول القدر كريمته من لحظة الحفر الأول للحظة بيان التأميم المشفر للحظة بيان العبور الواثر للحظة إشارة بدء الحفر الأحدث العبور إلى المستقبل أيام تمر وشعب يضحي وقناة تبقى آمنة تشير بعلامة السلام لعابريها وتردد لهم بهدوء يجبه صوت موجها ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين برحب بحضراتكم من جديد في المشهد ورجعنا لضيوفنا الأعزاء غادرنا الدكتور أكرم سليمان عميد معهد تردريب المواني كل شكر والتقدير لمشاركته معنا خلوني أعايز أروح للست سفير هاني خلاف ست سفير هاني خلاف وإحنا بنتابع للغدود الفعل للإثيوبية أو التحركات الإثيوبية يعني مبارح مثلا الإثيوبيين كانوا بيجتمعوا مع المبعوث الأمريكي للسودان وقالوا النهاردة إنهم بلغوا إن الملء هيبقى في موعده اللي هم حددوه يعني طريقة الإدارة الأزمة من الإثيوبين شايفها إزاي؟ يعني هل هم بيعلوا السقف دايما علشان يكون فيه مساحة للتفاوض إذا ما جد جديد يعني دبلوماسيا شايفها إزاي؟ وأنا شايفهم زي اللي مسكين حاجة على بعض الأطراف الدولية يعني أنا بالتعبير البلدي كده كأنهم عندهم شيء ضغطين بيه عليها عشان كده أنا بأفكر في إيه الاحتمال الآخر أن يدخل على الموضوع طرف الروسي وقد يظهر لنا ما يخفيه الزمن أو ما يخفيه يعني معلش أنا آسف بس يعني الروس عرفهم كويس يعني الروس الآن يتحدثون اللغة البراغماتية يعني أين توجد المصالح هو ممكن يكون يعني موجود يعني ليست روسيا كما كان في السابق في أيام العهد السوفيتي السابق فتغيرت الأحوال كثيرا ويتحدثون بلغة المصالح طيب إحنا نفس المنطق بنسعى له لغة المصالح فإحنا لو عرفنا نبيع موقفنا وطلباتنا لدى الجانب الروسي نسوقوا يعني ونتفاوض معاهم أن نسوقوا ونتفاوض معاهم سيكون لديهم هم بعض المخارج المحتملة اللي ممكن يطرحوها علينا حتى يبقوا على آداءهم الموجود في إثيوبيا وعلى مصالحهم القائمة في إثيوبيا مع إقناع المسؤولين الأثيوبيين بالاستحقاق المصري ده وجهة نظري إنما إحنا ما حاولنا هاش خالح لا حاولنا لا مع الروس لا ريس وأبي أحمد كانوا موجودين في موسكو وعرض عليهم إن روسيا تقوم بالوساطة ورفضت منقبة أبي أحمد وهو في موسكو أعتقد كان في سوتشي أعتقد في سوتشي ده من سبتمبر الفات لا في 2019 في 2019 في أول 2019 في القمة الأفريقية في القمة الروسية الأفريقية صح كانت في سوتش ده ده يبقى تطور مهم وبيستبعد لا الروس عايزين يدخلوا على خط ومازالوا من أجل المصلحة لهم في إيه في إنهم يخدمونها لا التواجد التواجد أو التواجد كوسطاء بغير يعني نتائج وإحنا ما ليش سعاد سفير ما ليش يا مع الوزير وإحنا ليه ليه نعول على آخرين إحنا بنشرح فكرتنا الآخرين موقفنا الآخرين وبنعمل تركيم دولي للموقف فتاعنا عشان يبقى فيه عندي حشد علامة يعرف قضيتي عشان لما أخد أي أك عشان يبقى أنا منسوق الفكر من الأول بس هو فندم يعني الخريط السودان التوصية بتاعتها ولقيتها مصر فيها هدفها من أو عدم التعجل في الوصول للحل الموجهة آه آه إحنا عايزين نجيب المجتمع الدولي عشان يحكم القانون والمنطق ما بيننا وبينهم رفضوا كمان ده رفضينهم عشان كده الرئيس النهاردة اتكلم بقى عن آه وسائل أخرى فإحنا عايزين نقوم بالنا تماماً أن هذه الأثيوبيا لن تنصاع بسهولة الوسائل الأخرى سماعالي الوزير تغسر استخدام جهد عملياتي ميداني طيب أنا دولة فقيرة يعني هتخسر إيه خلوني أشوف قراءة الدكتور نحمد عز العرب في هذا المصد يعني شوف أنا شايف حضرتك إحنا خدنا طريق من أوله وهنصير في النهايته أولا هو طريق التفاوض يعني يعني منذ الاتفاق أعلان المبادئ اللي تم التوقيع عليه منذ حوالي 6 سنوات وقبليه وقبليه يعني مقبليه بسنوات وإن هذا هو النهج السائب بالنسبة لمصد سواء فيما يتعلق بالتأكيد على حق أسيوبيا في التنمية على حقها في إنشاء السد وإن مصر بتتكلم على المصالح المتبادلة المنافع المتعددة الأطراف المشروعات المشترقة لكن النهج الأسيوبي قائم حولها محاولة كذب الوقت محاولة الإطالة نعم اللقطة اللي هي بتحاول يعني تضع النقاط على الحروف اللي شوية الخطاب الرئاسي ما كانش بيتكلم عليها بنفس اللهجة والكلمات والألفاظ اللي أشار إليها الدكتور عبدالله من سعيد اللي هي ما بتبقى من قار جديد بشكل محدد أنا أعتقد إن دي ربما بتعكس إن فيه خيارات أخرى لإن الطرف الآخر أما بيلاقيك ما عندكش مواقف غير اللي أنت بتتكلم على التفاوض بيستضعفك بيطمع بيطمع فيك بدرجة كبيرة النقطة البلغة الأهمية إن الجانب المصري طبعا إحنا يعني الطرف السوداني كان في فترة كان شوية الموقف يعني يعني في بعض الأحيان كان يميل إلى الجانب الأسيوبي ثم أخذ موقف متوازن ما بين الطرفين ثم إنحاز للموقف لأنها مصرحه بضبط الآن كان الأول و были فيكتم مصالح المصري الأسيوبي بالضبط ضد مصالح المصيرية وبالتالي هو كأن السودان بتدافع عن نفسها والتأثيرات الأخير و أنا أقدر أقول السودان الإخواني والسودان الوطني والما قدرش أقوله له يعني سودان إلسودان الوطني السودان زيما كان بيعكم السودان فصيل أفصير صح صح أقدر أقول وعايز اقول حركة على حاجة يا سوز نشاك ان مصر في طول فترة حكم البشير ما كانتش متخق ما بتتخس الموقف اللي بشير الى ان هذا النظام بيعبر عن فصيل بعيدة بدعوة لان مصر بتحترم عدم التدخل فيه اشخاص الدكالية بدرجة اساسية والاشارة الحركة قلتها النهج المصري اللي عايز يعني توضحه للعالم مصر تتاجه الى تصفير مشكلتها مع كل الدول مع كل الدول ولا تتخذ اي موقفة يعني حتى الرئيسة ما فيش تصعيد من حاجة فيش تصعيد خالص يعني انه حتى مشاكلنا مع الدول الاخرى مش احنا السبب فيها هم السبب فيها يعني احنا رحنا لتركيا وقلنا لهم يا سواء تركيا واللي عايز اقول حضرتك انه حتى التحالفات يعني احنا ما نخلناش في تحالفات منهضة الغرنق بقدر ما هي كان تملي تحرقات الجانب المصري رد فعل لتحرقات منها وليس مبادرات منا وليس مبادرات منا مصر يونان ابروس مصر الاردو العراق مصر السودان يعني بزبط يعني واللي عايز اقوله لحضرتك يعني اشترط حردك فيها فكرة عدم التعويل على الاخرين يعني حتى هقولها بصراحة حتى الدول التي تصدف انها في فترة حليفة او شقيقة لا يمكن التعويل عليها طوال الوقت في فيه اصوص نشأة حاجة اسمها مصالح نقص يعني انت بتيجي حتى لو عندك مصالح مع الصين لكن فيه اختلافات معاها في تبايونات في تبايونات فاذ بقى على كل دول العالمة سواء قوة دولية او قوة اقليمية او دول عربية شقيقة فاحنا نركز على البعض الداخلي بتاعنا بنركز على تقوية مؤسسات الدولة بتاعتنا استقرار اللي غير سألالي اكتراني نهاردة الاستقرار الاستقرار اهم شيء الاستقرار قال لو مستقرين كله هيتحل طبعا لان لو ما فيش استقرار يعني دولة غير مستقرة هتبقى اولا مستباحة الجيش بتاعها يعني هنا يعني يمكن احنا التعبير الخاص به الجيش الوطني القومي شوف حال اوضاع الجيوش اللي شهدت دولها صراعات داخلية عاملة ازاي شوف سوريا شوف العراق شوف اليمن الباسورد للحكاية هو الجيش الجديد بالنسبة لمصر حالة رأس المال السياسي ما بين القيادة السياسية وما بين قوى المجتمع اللي بتعكس ان فيه فترات ازمات معينة شوف وسائل التواصل الاجتماعي اللي بيحول البعض انه هو يصورها اللي هي من نوأة للدولة شوف اللحظات معينة بيبقى رد فعل القطاع الرئيسي او الطيار الرئيسي من الرأي العارضة بيبقى عامل ازاي وبالتالي الرسالة الاساسية مصر بتعتمد على نفسها على مؤسساتها على توجهات ونصق الحاكم للنغبة الحاكمة وفي القلب منها سيادة الرئيس لان مصر لايمكن في اي لحظة تحت اي مبرر تضحي باي قطرة مياه مثلما كانت لا تضحي باي قطرة دماء عاوزة اكمل كلمة صغيرة طب بس معلش انا مضطرة اطلع فاصل وبعدين حضراتك تكمل براحتك خالص فاصل قصير وانا عود الى متابعة المشهد ورجعنا لكم من جديد ولم يتبقى لنا وقت طويل مع ضيوفنا اللي مشرفيننا طبعا في هذه الحلقة الاستثنائية من المشهد يمكن لو رحت لسعاد سفير هاني خلاف واحنا شفنا كيف ادارت مؤسسات الدولة ازمة للسفينة الجانحة ما هي الدروس المستفادة من هذه الازمة اول درسة هي فكرة التكامل وتعدد وتنوع المؤسسات الوطنية العاملة في مواجهة في المعالجة الازمة وتقاسم الادوار بينها بطريقة زكية ودقيقة ويبدو انهم انتبهوا جدا الى التوجيه اللي ظهر في التغريدة الاولى للسيد الرئيس اللي افصح فيها عن اهمية ان الجميع يعمل وراء هيئة قناة السويس والجميع يقوم بادواره على نحو منتجم مع بعضه ولا شك ان وزارات زي الدفاع الدخلية المصلحة الدفاع المدني وزارة البيئة وزارة الزراع من خلال مصلحة الطب البطري كان لها ادوار في معالجة او الكشف عن بعض الماشية اللي بتحملها احدى السفن المنتظرة على مدخل القناة وده كان احد اسباب تقدير اللي ظهر فيما بعد من جانب ملاك هذه السفينة بالذات للدور الايجابي والعملي اللي قامت بيه وزارة الزراعة من خلال مصلحة الطب البطري انا طبعا شفت النهاردة رد فعل ايضا من جانب مالك السفينة الشركة البنامية واعتقد انه كان فيه تقدير مهم اوي للقيادة التي قامت بادارة عملية الانقاذ كان المتحدث باسم البينتاجون كان بيتكلم برضو بيشيد بالجهود المصرية كتير كتير يعني من الاطراف الاجنبية ويتوقع ان يكون هناك ايضا يعني اطراف اخرى تفتح عن هذا في المراحل القادمة اقدر اعلق على حاجة حقيقة وفيه حاجتين مهمين اوي وبالذات الواحد عشان مربي جامعي واستاذ جامعي حاجة كلنا شعرنا بيها الفخر الفخر بايه بمصريتنا احنا الحقيقة في عندنا يعني عدم احساس متكامل بعظمة الدولة التي ننتمي اليها اعظم تاريخ في الانسانية ها مش حاسين به البني ادم المصري ونجاحه في ادارة هذه الازمة بقبرة عن مين مهندسين مصريين بس زال فول علم واخلاق وتكريس جهود اربعة وعشرين ساعة في اليوم لازم نحتز بكلا يا جماعة لازم نحس ان المهندس المصري عمل اللي مدرش يعملوا برة ده فيما يتعلق ب يعني الانسان المصري اللي احنا نربي عليه تفرق بايه في النم يعني ده فيما يتعلق ب ازمة السفينة دي نعم نجحنا فيه فيما يتعلق بسد النهضة وما يعني اعلنه الرئيس ما المطلوب من ان احنا كمواطنين الحقيقة ان احنا شايفين الدولة ماشية في هذه الامور على مراحل وماشية بعقلانية بعقلانية جمدة وبتصرحات الحقيقة خطيرة يعني اللي انا عايز اقوله مثلا التصريح النهاردة الرئيس ده هيتحلل على مدى اسابيئة وهنعرف ايه معناها وايه رصدها اللي انا عايز اقوله الحقيقة ان الدولة وقيادتها السياسية الرشيدة بتدي اعلام للخارج وللداخل انها لن تفرط في نقطة مية باي شكل من الاشكال احنا بقى كشعب نعمل اول حاجة الحقيقة نصق في الدولة الدولة كايف علينا كلنا الدولة ايه موجود كبير جدا عشان تحقق ما قالته وفي نفس الوقت ان الشعب كله يصطف ورا الدولة ما نخليش حد يسمنا ما حديش حد يدينا احلام اخطر نقطة اه يعني اخطر نقطة ان الدولة كلها تقف على قلب رجل واحد وعايز اطمن الناس ودول الحقيقة بقى دي عن علم يعني ومعرفة شخصية عندنا فريق مصري تفاوضي لا يقل عليه يعني خلال الاربعين سنة اللي فاتوا لم تنجب مصر مثل ما انجبت من هؤلاء المفاوضين ليس فقط من علم علم وحب واخلاص وتفاني في سبيل هذه الدولة فاحنا نقف مع فوضينا نقف مع مسجد الدولة بتاعنا نقف مع رئيسنا وقيرتنا السياسية ده اهم حاجة تحتاجه الدولة في الوقت الحالي صحيح الشعب المصري النهاردة اسمت عظمته مش بس عشقرات سويس بص على وسائل التواصل اجتماعي شوف التجاوب بتاع الشعب مع قيادته وفرحته الحقيقة حاجة حاجة في منتهى الجمال يعني فاحنا الشعب المصري شعب عظيم شعب مصري شعب مصر بيتعمل له الف حساب وكل ما يحدث حولنا وده اللي انا بقوله الحقيقة ده كله لتحجيم مصر قيارتنا لن تسمح بذلك احنا المفروض بقى نساعد مين قيارتنا اللي هنتسمح وكلنا جمود مصر ان شاء الله صحيح دكتور محمد في نفس السياق وبنفس النسق الاستقرار اللي الرئيس نهاردة اكد عليه قال وهو بيستعرض ملامح الجمهورية الجديدة من خلال ارقام ودلتة جديدة ومشروعات تنموية تطوير الريف وتطوير الريف كل ما ذكر السيد الرئيس كان بيعول وبيشترد شرطه وحيد هو الاستقرار والتوحد الوطني خلف الدولة المصرية زي ما قلت معي الوزير انه لو لم يكن هناك فوضى من عشر سنين ما كانش يحتفل الاسيوبيين يوم اثنين ابريل بتدشين سيد النهضة شوف لازم نرجع في الاشباك لو شوف ما جار في 2011 اللي هو كان اكبر مما نرى ونشوف وضعنا في 2021 عامل ازاي يعني دولة منهكة محاولات مستباحة طبعا ما فيش شك لان اسيوبيا كانت حتى من قبل 2010 لم كانت تكن تجرؤ على القيام بزي سيد النهضة ده جنين وضع في راحة الدولة المصرية في 2011 لان هي كانت متصورة ان هذه الاوضاع صددهم للفترات طويلة بناء على من تصور انه مش يستولى على السلطة في مصر يغير هوية مصر خلال الفترة الكئيبة اللي من منتصف من يناير 2011 لحد صورت 30 يونيو فاول حاجة ان الدولة اللي كانت موجودة او شبه الدولة بتعميل الرئيس خلال تلك الفترة اللي كانت ضعيفة اللي كانت مستمحة غير الدولة القوية المسلحة بجيش قوي بشرطة قوية بالاهم من وجهة نظري تماسك القوى المجتمعية وسقطها في قيادتها السياسية الجزء البالغ الاهمية ان خيارات الدولة المصرية هي خيارات عديدة في التعامل مع اي تهديدات تواجه هذا الوطن النقطة التالتة وهي مرتبطة بالرهان على ان الموقف السياسي التفاوضي الذي كانت تتبعه مصر على مدى سنوات منذ مرحلة ما قبل اعلان المبادئ سوف يكون لديه حدود ووفق توقيتات معينة اذا تم المساس بقطرة دم او قطرة ماء مصرية سوف يكون لديه القيادة المصرية رأييا اخر بما يؤدي الى الحفاظ على مصالح هذه الدولة ومصالح هذا الشعب اخيرا دكتور فخري تعليقا اول حاجة سريعا طبعا استقرار الاوضاع في ليبيا وفي السودان ومع الاشقاء العرب وصلابة الاقتصاد المصري وقطعنا شوت كبير جدا في البنية التحتية بتاعتنا وايضا مؤسساتنا اصبحت قادرة انها يعني تقود عملية تنمية في فترة جدا بالاضافة الى ان هو المبادرة الخاصة بتنمية الريف المصري كل شعب مصر متطلع لهذا وعايز يشوف مستوى معيشته بأفضل وأفضل يوم بعد يوم لكن في نفس الوقت برضو ان احنا لا يجب ان نعول كثيرا على الدول الكبرى المؤثرة ليه ما ننساش انه احنا في ظل فيروس كورونا لسه احنا في فيروس كورونا صحيح وكتير من الدول منشغلة بما يحدث لديها ولشعوبها ده لدرجة انه دونالد ترامب دونالد ترامب خسر من ضمن العوامل اللي قدت لخسارته في الانتخابات سوق دارته للأسل في ظل فيروس كورونا وتدعاتها السلبية ولذلك هتجر الدول المؤثرة للدول الكبيرة هتجر ان هي منشغلة بقضية في ظل فيروس كورونا في هذا ولذلك بقول انه بقول انه يبقى نعتمد على انفسنا بالخيارات الارتاحة لدينا وانه يعني المصالح هي التي تحكم وفي نهاية الامر لابد ان يكون سياسة النفس الطويل في هذه الحالة نعم يمكن خير ختام خير ختام انه انا متفائل جدا وانشهر واعتقد انه الخبرات والقراء والاسدزة الموجودين ديوصنا النهاردة المشرفين اعتقد ان مصر ولاد يا عمر والله انا كل ما اغوص في اعماق المجتمع اتأكد ان احنا دولة كبيرة بك كبيرة وفكرة تحجيم نصر او عدم الرغبة من القوى الاقليمية وبعض القوى الاقليمية والقوى الدولية انه مصر متكبرش الى حدود معينة غير قابل الغرق لكنها ليست كبيرة او ليست ضخمة مؤثرة اللي احنا ماشيين فيه والرئيس قاله النهاردة واكده ان احنا ماشيين بصمت دون ضجيج دون ضوضاء لكن مركزين وعندنا صبر وعارفين انها رحين فيه صحر شكرا جزيلا لحضراتكم الدكتور محمد نصر دين علام وزير الرئي والموارد المائية الاسبق شكرا لكم عزيزير سعد السفير هاني خلاف مساعد وزير الخارجية الاسبق للشؤون العربية شكرا جزيلا يا فندم شكرا جزيلا وطبعا الدكتور محمد عزي العرب صديقنا العزيز ورئيس وحدة الدراسات العربية والاقليمية بمركز الاهرام بالدراسات شكرا جزيلا شكرا لكم مشاهدين الكرام يعني نرجو ان نكون قد قدمنا صورة للمشهد المصري في ايام كانت صعبة لكنها والله الحمد انتهت نهاية سعيدة كما يقال شكرا جزيلا لحضراتكم هذا هو عمر عبد الحميد ونشرة ديهي يحييكم ونلتقي ربما يعني في وقت ان شاء الله يبقى دوري ان شاء الله شكرا اسمعه لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة